النهاردة أنا هتكلم مع عمر سامرة عمر سامرة بقاله حوالي 15 سنة بيعمل مغامرات أنا عن نفسي بقى مش عارفة تنفس ولا أفكر لما بعرف الإبداع اللي بتعرف توصل عقلك ونفسك وجسمك لي وحاجة بتشجع الناس اللي بتتفرج لأنها مش فكرة بس أن أنا أن أنت بيجي لك فكرة تعمل مغامرة ممكن حتى ناس كتيرة أو محدش عملها قبل كده بس برضو بتعرف تأهل وتجهز نفسك تعملها وتعملها بطريقة صح تكلم الناس الصح تتعلم الحاجات الصح تدرس اللي أنت محتاج تدرسه مش لو أه أنا هعمل وهعمل وخلاص فأنا ممسوط قويين أنت معينا النهاردة وأنا كمان وأحلى حاجة ندي صغرتيني لأنني بعمل ده بقية 30 سنة مش 15 بس من ساعة أفريست للبيسيك بيور بس 30 سنة أن أول مرة كان عندي 15 سنة يعني أقلي من 30 سنة شوي بس كانت أول تجربة لي إيه بقى كان عندي 15 سنة وكنت يعني كنت لسه متغلب على فكرة أن أنا كان عندي رابو يعني أسمة كبيرة جدا حدا وقعدت فترة طفولة كلها عندي التحدي ده أن أنا أنا الشخص اللي محدش بيختاره في ما تشكوره في البريك بتاع المدرسة دايما بنهك دايما مش هارف أخد نفسي كلام من ده فقدرت أن أنا يعني overcome الموضوع ده وبعدين في يوم الأيام جاتي الفرصة أن أروح سويسرا وهناك من غير أي planning يعني لقيت فجأة أن أنا عندي فرصة أن أنا أطلع جبل وطلعت الجبل وحبيت جدا الموضوع ده وبدأت من هنا يعني فده كان من ده كان فده كان وانا عندي 15 سنة بس ابتدت معاك أنا عايز يبقى جسمي مؤهل إني أبقى زي من أشتر اللاعبين في أي في أي رياضة وعايز يبقى جسمي قوي إمتى قلبت معاك تبقى تحدي كامل عقلي ونفسي وجسمي التلاتة بيحتاجوا بعض وإن إحنا نعمل حاجات مش رياضة وخلاص لا أنا هشوف جبل أفريست وأنا هطلعه معا أن معظم الناس اللي بتطلع ما بتوصلش أو لو وصلت ما بتروحش فإمتى حصلت اللي هو أنا محتاج حاجة خارج عني وأكبر مني وأنا بشوفها حاجة يعني سبيرتول برضو عندك حقا هو يعني هو أول حاجات اللي عبتها كانت ألعاب القوة بعد كده السكواش بعد كده البوسكت الحاجات كلها بتحتاج طبعا يعني قوة بدنية أو الليوقة بدنية كويسة وفيها طبعا حتة منتل يعني أنت بتتلعبي ضد فريق تاني أو حتى لو بتلعبي يعني تيم سبورت بوسكت سكواش اللعبة فردية بس فيه منتل جيم بيحصل بس إيه أحاش حاجة ممكن تحصل هتقسري الماتش هتتصابي معرفش إيه مش ممكن أموت يعني مش ممكن أطلع مرجعش من التجربة بالضبط يعني لازم حاجة يعني فالكلايمينج بالذات النوع الكلايمينج اللي أنا كنت بعمله يعني بحكم المكان اللي أنا فيه وأن أنا متعرض للعواصف يعني كل الحاجات دي ممكن يحصل حاجات برا الحزبان لأنه معظم اللي بيحصل بكله يعني مش بلاند فده بيحتاج موشن الكاباستي أعلى كتير بيحتاج أن أنا أكون والله أنا الأولى محتاجة أتمرر أكس عشان أقدر أن أنا أعمل الحكاية دي لا فأنا عاوز أتمرر أتنين أكس وثلاثة أكس عشان أجهز لأي حاجة تحصل لأن أنا مش عاوز أبنجهز نفسي للجبل أو التشالنج ده لو كل الظروف كلها بقت بيرفكت لا أنا عاوز أن أجهز له في أسوأ الظروف لو حصلت والحاجات دي كلها بيبقى طبعا لها مردود كبير جدا من ناحية زي ما أنت قلت بقى من ناحية الروحانية اللي هو أنت بتعدي في تجربة مثلا لاتسي أنا طالع الجبل مثلا الجبل بيطلع في وقت طويل شوية أقول مثلا شهرين بس في الشهرين دول شهرين ده برضو وقت قليل قوي بالنسبة للحياة الواحد كلها بس في الشهرين دول أنا يعني حعايت وحنبسط وححس بالوحدة والخوف يعني حعادي في كل الاموشن الفوق تحت كل حاجة فبرجع حسنا لا أنا مش بقي شهرين أنا بقي سنتين يعني أخذت ممكن أخذه في حياتي العادية في سنين وإحنا معظم حياة الناس أو أتليس بقت كده لأن إحنا منحاول إحنا موتوفيتد إن إحنا نكنترول كل الحاجات اللي ممكن تعمل لنا أي قرق أو تدايقنا في أي حاجة فعاوز حياتي تبقى كونفتبل جداً عاوزها تبقى بريديكتبل جداً عاوزها تبقى كلام من ده فده ليه مميزات بس ليه عيوب برضو إن أنا مش هلاقي نفسي برا حاجة أنا ما كنتش عمري متخيلها فحتر أطلع بحاجة من جوايا ما كنتش عارف إن هي موجودة فأنتي بتفاجئ نفسك أكشلي بتحطي في مواقف المواقف دي بتطلب منك أكتر من أنت فاكرة إن هو عندك فزي مثلاً التجربة بتاعت المحيط أو كلام من ده فاجأة لقي نفسي اللي هو أنا كنتش عارف إن أنا ممكن أتحطيت في مواقف زي كده تصرف بالطريقة دي فدي حاجة بتخديها من التجربة دي محدش يقدر ياخدها منك تاني لأن أنت خلاص تعرف أنا عرفت ده عن نفسي فلو أنا حتى في يوم الأيام في الزحمة مثلاً وفي مشكلة ومتآخر مش عارف إيه كده ممكن في السيتيوائشن دي ما تعصبش يعني كده عشان أنا عارف إن أنا مريت بحاجة أسوأ وفي الوقت يعني كده ساعات بتبقى مفيدة كده وساعات بتاقي نفسك زيك زي غيرك بتدقي جداً متعصص يعني مش شرط إن داي حميني من ده بس بتساعد خلينا نبتدي بأول فكرة كلنا سمعنا عنها اللي هي أنا هطلع جبل أبرست قدت لك الفكرة وإنت عندك كم سنة؟ خمستاشر ابتديت تمشي في خطوات تنفيذ اللي هو لا خلاص أنا بجد هشوف أنا هنفذ الفكرة دي ازاي وإنت عندك كنت بتشتغل خلاص بس كنفسي كنت يرد السؤال ده برضو يكون خمستاشر بس أنا رجعت يعني لقيت أهلي طبعاً أنت أكيد مش هتعمل كده يعني اللي هو مبداية المضوع في صرف فلوس كتير ويعني هنصرف فلوس عشان تروح في حتة اللي هو أنت حت يعني خطر أخدي بالك برضو الكنتكس بتاع حياتي هو أن أنا 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 ثالث واحد في العيلة وأخواتي الاثنين الله يرحمهم موما كانوا زاوي احتياجات خاصة فبالنسبة لممتي هي أنا ليه خصوصية معينة في العيلة جاية في الترتيب ده فهي هتحميني من كل شيء يعني فأنا كنت الشخص اللي هو أنا مش عارف إيه التكيف بتاع هتجيلك التهاب ريوي مش عارف أنت تحت النجفة ممكن تقع يعني فكنت دايماً عايش في الانفرومنت ده فهو أصلاً بالنسبة لي نتحكم في كل حاجة عشان ندمن إنه كله كويس وكله بشكل أنا فاهم ده يعني وبس اللي جاية من حتة من حتة حلوة جداً طبعاً وأنا حاسس إنه جزء كبير من اللي أنا عملته بشكل يعني يعني ممكن يكون تمرد على ده يعني إن أنا من تيكين قلت حاجة وكننا بنكلم فيها قبل ما نبتدي تبتقولي إن إحساس بالمسؤولية أنا كان عندي دايماً إحساس بالمسؤولية كبيرة قوي وانا صغير عشان إخوتي وعشان حاجات كثيرة كثير كنت دايماً عاوز اللي هو أبقى أحسن واحد في المدرسة يبقى على درجات ما عرفش إيه وكده عشان مش عاوز أدايق أهلي عشان حياتهم أورادي فيها تحديات معينة أيوه فلما جايت لي الفرصة إن أنا أكون يعني خلاص بقى أنا independent وممكن أخذ قراراتي وكلام من ده فبقيت عاوز أخذ الموضوع يعني أخذ بقى الموضوع للإكستريم عشان أشوف أنا أنا أمكانيتي إيه لأن أنا حسيت إن في حاجات معينة كنت محظوظة بكت عندي وكده بس في حاجات كده حسيت إنها تحرمت منها كنت عاوز الحياة قوي كنا بنقول قبل ما نبتدي إنه الواحد ما بيكبرش أو بيعقل بس برغم سنه بس إنه ده بيحصل كا ده اللي بيحصل لما بتمر بظروف صعبة في وقت ما في ناس ممكن تكبر وهي عندها 13 سنة في ناس بتتولد ما بتلحقش عندها طفولة أصلا في ناس بتكبر عندها 40 سنة في ناس هي بيحصل حاجة في حياة الواحد بتضطر إن أنت تكبر بقى تشيل مسئولية تبتدي يبقى ليك دور معين منتج عايل بقى وكده فكنا بنقول يعني إنه ده حصل معاك في حياتك واللي بيحصل في الفترة دي إنه الواحد أو الطفل أو العيل بيشيل مسئولية أكبر منه في سن هو مش مؤهل أصلا يفهم المسئولية دي حجمها الحقيقي إيه فبالنسب له بتبقى حجمها كبير قوي وإمكانياته صغيرة قوي فبيتلعبك في القصة بس بيتصرف يعني بيقف فعلا بقى دي لما يبتدي يكبر بيبتدي بقى إيه يقول طب هو إيه اللي حصل بقى نشوف أنا ده خلاني أكون الحاجة دي وأكون الحاجة دي وكل ما بنكبر كل ما بتبقى أحلى وأسهل الحمد لله في الفترة دي طرح ما فتحنا الطفولة وإزاي تربيت وحياتك قبل كل الحاجات دي أنت لما تربيت في الانفوريمنت ده وعندك مسئولية وشايف أنك ليك دور مهم في العيلة وشايف حقيقة الدنيا يعني إنه إنه دي مشكلة بجد ودي مش مشكلة بجد ده ده خوف بجد وده هبل ده حاجة أزعل عليها فعلا لأنه ممكن ده ليها دعوا بصحة حد وده هبل في المدرسة مش هزعل على كلام العيال ده بس بيتكون فيك برضو تقوس في طريقة كلامك مع نفسك في طريقة فهمك للناس التانية طريقة التزامك لحاجات معينة ده أهلك إزاي في الحاجات اللي أنت بترتب لها دلوقتي يعني ما تيجي تأدف في المعيط يعني ده بيبقى ليها تقوس معينة يا ده سؤالي كويس أوي أنا I think إن أنا ما كانش عني أنا صغير الحكمة اللي أنت يعني بالدرجة اللي أنت بتقوليها دي لكن المسؤولية الكبيرة اللي أخدتها من سن صغير قوي فرضت علي نوع حياة معين كان مختلف شوية عن صحابي في أوقات كتير هم مثلا بيخرجوا يعملوا معرف شئي ونازم أعود مع أخواتي يعني حاجات بالشكل ده كنت وقتها ممكن أكون في أوقات مداي أو لو أنا لسه صغير أعاوز أعمل معرف شئي وكده فهمتها بعدين لكن كنت دايما حاسس بالرغم من ده عشان مش عاوز أعزل بنفسي برضو كان فيه جزء كبير أنا كنت عاوز أخذ المسؤولية وكنت عاوز أشيل عن أهلي كان عني دايما إحساس إنه هما يعني مروا بصعوبات أو فيه تحديات معينة فأنا مش عاوز أكون مصدر تاني مش عاوز تكون حاملة زيادة بالضبط فأنا عاوز أهلي هو امتحانات بقفل مذاكرة بعملها معرفش إيه كلام من ده وكنت بعمل حاجات مش المفروض أن أعملها بس كويس قوي أن أنا محدش يعرف أي حاجة خالص عن الكلام ده بس نتيجة ده إن أنا بقيت أنا غالبا شخص منطوع عمتني يعني انتروفرت جدا بس بقيت أكتر عشان مش هتكلم بقى عن مشاكلي وبتاعه كده أنا هخلي حاجة يعني خلي كل حاجة جوا عشان ممكن أتعامل مع الحاجة دي وما اضطرش إن هي تبقى مشكلة حقدر أتحمل يعني قدر كبير من من الألم أو قدر كبير من الموقف الصعب غير ما أشتكي أو كلام من ده بشكل أو بأخر الحاجات دي ما هي ما هيش حاجات حلوة أوي في المطلق إن حاجة تبقى عند حد بس أكتشلي هي حاجات يوسفل جدا مفيدة جدا لو أنا طالع جبل لو رايح حاول أقدف المحيط لو عامل كذا لازم أنا في موقف يعني حرفيا أنا في اللا شيء ما فيش حدك أعتمد عليه غيري ممكن حد أو اتنين أو كلام من ده بتحط في مواقف ما أقدرش أعتمد على أي حد غير نفسي فلا الحاجات دي كانت فادتني في ده بس هي ممكن تكون حاجات برضو لما كبرت شوية وندقت شوية حسيت اللي هو لا أنا لازم أتخلص من شوية حاجات يعني لا كويس يعني لا المفروض إن أنا أتكلم مع الناس عن أنا حاسس بإيه وإن أنا أطلع ده ما أفضلش أكتم الحاجة جوايا إن أنا أطلب مساعدة مش بس بقى في المشاعل وإن أنا أتكلم وكده بس أطلب مساعدة عمتا إن لو في حاجات زنأتي فيها إن أنا يعني مش بس أنا مزنوق فيها ممكن أعتمد على حد وحدي وأقبل المساعدة وكلام من ده كانت في حاجات بسيطة أوي كده ممكن تبسها للحد تاني كانت صعبة علي أي تعلمتها متأخر عشان الوضع ده فالوضع ده فدني في حاجات وخلاني يعني يعني أشرخ في حاجات معينة وبطقني في حاجات تانية طريقة تعلمها بقى بطرق تانية وعادة أنا بحس كده إن لما الواحد بيكون فيه درس معينة لازم يتعلمه ويقعد فترة طويلة ما يتعلموش هتيجي الحياة تعلمهوله بس بشكل اللي هو على وشه بشكل كده اللي هو لازم هيتعلمه يعني أنا يعني عندي كمية أسئلة على كل واحدة من المغامرات اللي أنت عملتها بس أكتر حاجة بجد بشوفها مهمة في القصة كلها طريقة كلمك مع نفسك طريقة كلمك مع نفسك كانت عاملة إزاي بقت عاملة إزاي ترشا جدا ترشا جدا عشان أنا عارفة أكيد في أول يعني أول فيز في الطفولة دي بتبقى انتقاد بقى إنه هو متعمش كده كده الأول هو كأنك بتربي نفسك جوا موقعك أصوات بقى المدرسين والكبار موسي أنا كنت علاقتي مع المدرس أو المدرب أو الاثورتي عموما أنا جندي يعني المدربين كلمعظم يحبوني جدا أنا كنت من نوع لو أنا حقت النفس والتمرين يعني وحس اللي هو إيه ده أنت بص عليك أنت إنسان جميل قوي وكتهدت وتعبت ومش عارف إيه وقدرت حقق الحاجة الحلوة دي طب انجوي بقى الحاجة دي شوية ومش عارف إيه كان دايما عندي حاجة زي ما كن فيه حاجة بتجري وراي اللي هو يعني أخلصت الحاجة طب إيه الحاجة اللي بعدها وبتسحل قوي في الحاجة اللي بعدها فالغريب إن هي ودي أنا أنا شايفة حاجة يعني كويسة لو ما كانتش عندي دي ما كنتش عملت كل الحاجات اللي أنا عملتها في وقت قليل يعني أنا في فترة من حياتي الخمستاشر سنة أنت كلمتها اليوم في الأول دول كان تحدي ولا تحدي ولا تحدي ألماس الخمستاشر سنة متواصلة فبقيت بعد خمستاشر سنة عندي رصيد كبير قوي من بالنسباني أنا في حياتي إنجازات لي أنا بس كانت برضو يعني كنت بعمل نفسي معاملة حادة جدا الغريب إن أنا ما كنتش عملت كده وكتت عملت مع نفسي بشكل ممكن صحي أكتر كنت ممكن عملت معرفة شو نوز بس كنت ممكن عملت نص الكلام ده أو ربع أو حاجة زي كده ممكن تقول إيه الحاجات بقى اللي أنت عملتها بعد كده خمستاشر سنة لدول أفرست أفرست طبعا عدت فترة طويلة جدا بطلع جبال مثلا أربعين خمسين جبل طبعا تجهيزا إن أنا في يوم القائم هطلع أفرست عشان أفرست كان أول واحد في القمم السابعة ففي ناس بتفتكر اللي هو أنا ده كان أول حاجة عملتها بس لما بتريد بقى السابن سوميت كان أفرست أول واحد بعدين خلصت القمم السابعة اللي هم أعلى جابل في كل قارة وبعد كده اتجهت لل للبولر اكسبيديشنز اللي هي عملت رحلة بواسطة السكيز بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي بعد كده وبعدين عملت رحلة الأنتارتكا حاولت أطلع فيها جبل محدش في العالم طلعه قبل كده وقدرت أن أنا أسمي الجبل دي وبعدين عملت محاولة بقى اللي هي اللي كانت في 2017 اللي هي حاولت أقدف المحيط الأطلنطي في قارب صغير أنا وواحد زميلي بدون دعم نحاول نعدي 5000 كيلو فده مختصر الحاجات يعني بس كلكم والبحر كوم تعمل رحلة مضبوط بتجاهز نفسك بجد مش لو أهلا أنا هطلع يلا هطلع أعلى جبل لما قررت أن أنت هتبتدي تلاقي ناس تدعمك وعايز الناس اللي أشتر ناس فاهمة في ألبس إيه وإيه وإيه واخد إيه وكل ده أبتديت تعمل ريسرش عشان تكون تيم ناس متعلمة ناس شطرة ليدرز في الحتة بتاعتها لما كنت بتقدم الفكرة للناس أقنعتهم إزاي إش معنا إش معنا هندعم عمر سامرة يعني الموضوع ده كان واضح قوي في الموضوع السبونسرز يعني لما كنت محتاج أن أدور على رائي للموضوع كله كانت الناس يعني يما بتتحكي علي مورا ظهري يما بترد علي خالص يما بيردوا بولايت لي بيقولوا يعني إحنا مش هينفع الموضوع في رسك كبير قوي فإحنا مش هناخده أو كلام من ده يعني قعدت حوالي سنتين بحاول أن أنا يعني أراسل شركات وكلام من ده عشان للاقي حد يدعم الأكسبيديشن ده فالآخر وجات بعد يعني جات بعد تحديات كبيرة قوي بالنسبة للناس التانية اللي هو بقى لو نتكلم في تيم أو في ناس هتشاركني الموضوع ده دي كنت دايما حاجة موفق فيها جدا لأن كانت الناس بتحس بالشغف اللي عندي للموضوع والحمس اللي عندي للموضوع وكلام من ده وكان لما حد يبقى يعني متحمس جدا على حاجة بيبقى معدي جدا من الموضوع ده فقدت عندي الملكة أن أعرف أحمس الشخص اللي قدامي وكلام من ده بس عندي مشكلة أن أنا كنت دايما أكتر واحد متحمس يعني لو أنا مثلا بإكسابشنز قليلة جدا فلما هنعمل حاجة وحنقول خلاص كلنا هنعمل حاجة مع بعض دايما ما أنا بأكتر واحد متحمس أكتر واحد عنده طاقة أكتر واحد عاوز إن هو ياخد الموضوع اللي بعيد فلما بختار التيم صح ده بيبهيل لأن الناس التانية بتكمل ويبقى مهتمين بالموضوع عدي ويمكن أكتر مني بس لو أنا خطرت التيم غلط ممكن ألاقي نفسي الوحدي يعني أنا جريت بسرعة قوي بالحاجة وبعين فجأة ببص ورايه وما فيش حد تاني يشغل على البروجيك ده فطاري أنا أشير مسؤولية زيادة عن اللزوم وكلام من ده وده كان بيتعبني شوية بس موضوع السبونسر ده كان أصحب حاجة لأن أنا كنت عارف إن أنا عندي القدرة خلاص إن أنا مع الوقت والمثابرة والاجتهاد وكلام من ده أنا ممكن إن أنا أتمرن وصل الـ level of fitness والإكسبرينس اللي أنا محتاجه عشان أعمل ده والناس اللي أنا معايا في التيم الناس برضو هتعمل ده لكن في النهاية كل ده مش حارف وصلنا لحاجة لو ما فيش الدعم أو ما فيش التمويل اللي إحنا محتاجينه عشان نعمل القصة دي ولو بتكلم في 2007 فأنا بتكلم برضو على مصر مختلفة خالص وقتها ما فيش أي حد بيعمل adventure من النوع ده موضوع غريب جدا أنا فاكرة لما كنت بطلع في التلفزيون والراديو والحاجات دي كده كان فيه ناس بتعمل مدخلات تهاجمني أصلا يعني مش مثلا إن هو أوكي حد بيعمل حاجة غريبة فبسمحها كده وخلاص لا كان فيه ناس بتدخل تهاجم لو أكن أنا بقول حاجة فعلا دايقة الشخص أنت كده إيه لازمة اللي إنت بتعمله أنت كده يعني هو طبيع جدا أنا بتفرج على التلفزيون ولقيت واحد بيعمل حاجة غريبة جدا أنا مش فاهمها يعني يعني هو بيعمل الحاجة دي تمامي أنا مش فاهم عمري ما هعملها بس بتاع بس الموضوع كان غريب جدا عن ناس لدرجة إن كان فيه ناس بتاخد يعني لأ أنا حاط له بالبرنامج ده وههاجم الرجل ده عشان أنا يعني دايقني أو إن أنا أسمع إنه هو هيعمل ده بتكلها اللي هو يعني يعني إيه هدف الموضوع ده يعني والناس كان بيبص عليها وده فارت واسورتين إكستانت الناس بيبص عليها إنه هو حاجة أنانية قوي يعني أنت كده هتفيد مين يا غيرك يعني أنت بتعمل حاجة هتصرف فيها فلوس ومجهود ويتحط لها حياتك في خطر ومش عارف إيه بس إحنا استفادنا إيه والسؤال ده ترد عليه زي مش لازم إنه حد يعني مش لازم إنه كله يستفيد يعني 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 ألتمت لي كل واحد بيعمل حاجة يعني أنا مؤمن ما فيش حد بيعمل حاجة عشان حد تاني هو دايما بيعملها الأول لازم تكون ملأمة ليه هو يعني حتى لو كوز حتى لو أنا مثلا مهتم جدا بقضية معينة فأنا مهتم بالقضية دي عشان قضية دي بتمسني أنا يعني أنا لما بسمع على تعدي معين في الموضوع ده أنا نفسي بحس بأن أنا متدايق أو بحس إن أنا بقيت متنيرفز أو بحس إن أنا بقيت مش عارف إيه فعاوز إن أنا كده ومن هنا ببتدي أشوف إنه ناس تانية بترياكت الموضوع ده زي وبلاقي إيه ده إن ده دي واضح إنه دي حاجة كامل بتاع فأنا لا أنا عاوز أحارب للقضية دي عاوز أكون صوت للقضية دي ودايما الحاجة لما بتبتدي كده بتكون أقوى لأنه لازم يكون الأول في يعني قناعة رصخة جدا جدا جوايا بالحاجة اللي أنا بعملها فهي دايما بتبدأ كده يعني لو يعني في ناس كتير قوي يقول لك لسا إيه أنا حابدأ مشروع خليني قبل ما أشوف أنا عاوز إيه وأنا عاوز أعمل إيه خليني أشوف إيه الحاجة اللي ماشي قوي دلوقتي إيه الحاجة للناس مهتمة بيها إيه الحاجة اللي تريندينج معرفش إيه كل الكلام ده وابتدي أشوف إزاي ممكن أربط نفسي بالحاجة دي ففي الآخر خلص ممكن توصلي الحاجة بس في النهاية مش هابفين مصداقية عاوية والموضوع مش هيكمل عاوي لو قدامك تشالينجز عشان أنت نفسك مش مقتنع عاوي بالموضوعين أنا بالنسبالي الحاجات اللي أنت عملتها ممكن تعلمنا حاجات كتيرة مش شرط إن بقى إن إحنا اكتشفنا حاجة في الحتة اللي أنت روحتها أو إن أنت أنجزت حاجة جديدة كلنا في ثانية هنعرف نكيشها ونستخدمها بس أنا لما بشوف الحاجات اللي أنت عملتها أنا مش قادرة أفكر في أي حاجة غير إني أفهم تكوين البني آدم إني أبقى واحد في المدرسة محدش أصلا بيبقى عايزني على فريق كورة أو مش قوي أو مش رياضي مش معروف قوي بشغفي في الرياضة أو حتى شطارتي في الباسكت أو بالنيباجري أو مش مهم إيه بس أعرف إن أنا لما قرر بيبقى عندي الهدف إن أنا أوصل جسمي إنه يعمل حاجة ناس يعني يتعدوا على الإيد في تاريخ الدنيا عرفوا يعملوها يبقى الواحد أتعلم إنه أنا إمكانياتي مش اللي أنا شايفة دلوقتي مش اللي أنا جسمي بيقوله لي دلوقتي هو أنا مخي ممكن يفتح مجال جديد لقدراتي اللي أنا متحكمة فيها يا هيه وسي هو أنا ممكن دلوقتي مثلا لو عاوز بيعمل حاجة ممكن بحسس أن دلوقتي وفعلا مقتنع إن أنا مش عاوز بتحاج لحد ومن الشرط إني أعوز بيثبت حاجي لنفسي لأن أنا مثلا أعملت كذا حاجة فقراردي عندي اقتنائي عن نفسي لأن أنا بقدر أعمل كذا 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 بس وقتها لأ أنا كنت دفدت لي عاوز أثبت حاجة لنفسي ودفنت لي عاوز أثبت حاجة للغير ونص غير يعني ده كان بنزيني للموضوع وتثبت إيه؟ عاوز أثبت أن أنا أولا أنا كنت دائما عشان كان عندي رب وكنت كده أنا عاوز أخذ إكسترين يعني اللي هو طب أنا واحد يعني أسماتيك ما بيعرفش أنه هو يلف لف التراك مثلا أنا خطلع أعلى جبل في العالم اللي هو ما فيهوش أكسجين فده بالنسبة لي اللي هو يعني كان في وقتها بالنسبة لي ده انتصار على الوضع اللي أنا محطوط فيه يعني هاخد حاجة عارفة زي ما واحد الحياة زي كوتشينا كده لو كل واحد بيجي له الكروت بتاعته فأنا الكروت اللي جات لي وحشة جدا فاللي هو لا أنا هاخد الكروت دي وحقلبها لحاجة تعمل لأي وعاوز أثبت للناس لأنه عندي حتة اللي هو أنت بتخلقي بتخلقي انميز وما ممكن يكونوش موجودين أصلا بس تعرف أنت لو أنت طفلة أنت عايشة جزء كبيرا من حياتك جوة معينة فأنا ممكن تكون واحدة مثلا حد ما اختارنيش ومش عارف إيه فأنا خدتها بقى أن العالم ضدي بس ده كان فيه حاجة اللي هو أنا عاوز أثبت إن أنا أقدر أعمل ده ومش عاوز أب أنا يعني يعني ديفايند أز عمر ده اللي هو كذا 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 لا عاوز أبا ديفايند بطريقة تانية وده وده حصل هي الحاجة اللي عندي اللي أنا دايما بتلخبطني هي يعني ودي اللي أنا أقول لسا أعيلها برضو هي فكرة إن أنا قدرت أطلع يعني حاجة حلوة بس بتفكير ما كانش أكتر حاجة صحية في الدنيا بس هي حصلت كده وأعتقد إن معظم الناس اللي بتنجح في حاجة يعني حد مثلا عمل يعني غلط في حقه وهو صغير حد يعني كبر في بيئة صعبة شوية مش عارف إيه معظم قصص النجاح بتبقى كده لو الراحة ما بتشحنش للنجاح لو خلقتي واحد لو عملنا experiment وحطينا اثنين واحد ادي له وحطتيه في بيئة يعني كويسة جدا وكل حاجة معرفش إيه كده ممكن يبقى إنسان كويس جدا بس معرفش هيبقى عنده نوع عاوز يعمل حاجة فوق العادة بتكون إنت جعان لإحساس معين جعان بتحس إن إنت حر تحس إن إنت مفيش حاجة موقفك تحس إن إنت ممكن تسق في بيئة إنت مش متحكم فيها عكس البيئة اللي إنت عايش فيها ما هو أكيد اللي بيكلمك على البرنامج ده واحد أصلا إحنا ما عايشين في حياة لازم نبقى متحكمين في كل حاجة وما نبقاش في هادر في أي حاجة فأول لما حد يجي ينكش أي حتة من الحتة دي بناخدها على نفسنا قوي تفتكر إنت روح كثيرة أو حتة كثيرة والوحدك يعني آف معاك ناس بس بتبقى وإنت بطالع أو بتسكي أو بتبقى مع مخك وفي الطبيعة يعني الناس بتروح الحتة دي عشان تبعد عن كل وساعت لوحده تماما بس آه يعني معظم الوقت وساعت لوحدك تماما وبتبقى إنت باعد عن الحياة اليومية ورامي نفسك في الطبيعة تفتكر مثلا أول مرة حسيت لو هو ايه ده؟ لا 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 في حاجة أكبر مننا بكتير في حاجة أكبر مننا بكتير اللي هي الحتة الروحانية دي دايما كنت حاسس بكده يعني يمكن اللغة بتاعتي اللي أنا سبتها للحاجة دي تغيرت على مدار السنين لكن دايما كنت حاسس بدا يعني يمكن أول مرة بتاعت الجبل كان عندي 15 سنة زي ما كنت بقولك وعينما وصلنا لقمة الجبل ده أنا فاكر كويس قوي اللحظة اللي وصلت فيها حاسس أنا حسيت بيه وبعد كده على مدار السنين لما ده تكرر كتير وبقيت ألاقي نفسي بحكم بقى اللي أنا بعمله ده إن أنا بقضي وقت طويل في أماكن خلاوية جدا نفس الطبيعة وكلام من ده لقيت إن أنا دايما بحس بصفاء ذهن كبير قوي لما برجع من التجارب دي ممكن ما عندي مشكلة معينة في حياتي ومش أعرف أحلها فعلا وقاعد أو اختيار معين لازم أعمله في حياتي أسيب مثلا شغلي ولا لا أدرس كذا ولا لا أعمل إيه ولا حاجات حاجات بالنسبة للحياتي وقتها حاجات مصيرية أتعتبر ومش عارف دايما متردد لما بكون في قصة الطبيعة في قصة الجبال بالشكل ده فجأة من غير ما أكون بفكر في الموضوع فجأة الموضوع يخطر في بالي وألاقي الحل بسهولة بسبب زي الناس اللي بتقولك مثلا أنا هفكر في حاجة مثلا وحصالي ركعتين وبعد كده أشوف إحساسي هي نفس الفكرة اللي أنا كنت بحسه هو إن أنا عشان بكون في مكان المكان ده بيطلب مني حاجات كتير قوي بيطلب مني إن أنا أكون مركز جدا إن أنا أكون يعني بتعب قوي في مثلا بكلايم بعمل حاجات مش عارف إيه فأنا يعني عقلي وجسمي وكل حاجة مركزة جدا فده بيخلق فرصة إن أنت ما تكونيش بتفكري كتير فكرة المديتيشن مثلا عموما أنت مثلا لاتسي نوع معين من المديتيشن إن أنا هكرر مثلا كلمة واحدة ما أنترا مثلا هكررها كتير قوي في حاجة أركز قوي في الكلمة دي فلما بعمل كده أنا يعني ذهني بقى بيوصل لصفاء درجة صفاء معينة لكن أنا هنا أنا مركز قوي في الحاجة اللي أنا بعملها في كل خطوة في كل نفس في كل حاجة فبلاقي نفسي الوحدي بقيت في الستيت دي اللي هي مش بعرف أوصل لها في حياتي العادية ببين أن أنا دايما كنت ساكن في مدينة كبيرة زحمة معرفش إيه دايما في حاجات كتير بتحصل في نفس الوقت كانتش بتديني ده أنا بحسها زي لما تكون حسن أنت غرقان في مخك تفكير 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 ولما بتكون بتعمل حاجة طلبة منك الانتباه وطلبة منك أن أنت تبقى مركز فيها قوي فما عندكش وقت تعد بقى مخك يوديك ويجيبك فحسن أنا عايشة على طرف مخي اللي هو On The Edge بالطبع الذي تحسس براحة للصفاء وبين أن يسعى الوحيد أو هو يحتوي على ترماتي العديد عادي هذا الوحيد أكبر واحدة كانت الأوشن كتبا قصة المحيط دي كتا قرب واحدة كلما بنقول الموضوع وحيات ربنا بابتدي عرق الموضوع البحر ده بالنسبالي بحب البحر جدا بحترم البحر جدا بحس ان دي اصلا اكتر حاجة يعني بقى حاسة يعني مش عفلها بكلمة حاسة بس بقاله هو يعني ربنا فهم البحر انت تعرفش اللي ممكن يحصل البحر مالوش كبير ممكن يعلى اي حاجة ممكن تحصل في اي وقت ما نعرفش ايه الموجود البحر مالوش كبير البحر مالوش كبير فان انا ابقى في نص البحر بالزبط كاني كده يعني بمعنى كلبها سايبة نفسي خالص بقى لو انا على الله تماما الفكرة جاتلك كنت على طيارة معزز مكرم ومتبص على البحر افكار كلها بتاعت كل الحاجات اللي اعملتها انا يعني حرفيا مش عارف هي بتجيني منين هي يعني هي بتجيني من حاجة فوق بس انا اعرفه يعني بتجيني معرفش يعني بس هي فجأة حاجة كده فجأة الفكرة من من لا شيء يعني مفيش مثلا كنت تفرجت على فيلم واتنين بيعملوا مش عارف ايه يعني كل الحاجات دي كانت بعد كده يعني جات الفكرة فبتريت بقى اللي هو ايه عامل زي الهوفر كده اللي هو كتب مش عارف ايه ناس اي حد عارف اوصله وبحاول اعمل ده لكن انا مش عارف الفكرة جات ازاي ولا انا بقدف ولا انا يعني ليا قوي في البحر ولا ايه حاجة بس فجأة وانا بتفرج ايه حتى انا فكر في يعني زي نقطة كده بيني ما بينه عمر عمر النور اللي هو اللي طلع معي فبيقولي يعني المرة جاية كنت بتفرج على فيلم على الطيارة وقعت جنب الشباك فخلصت الفيلم وبعين كنت حط فيلم تاني فقلت ببص كده بعين جات لي الفكرة يعني كنت لا سوري كنت بتفرج على فيلم حطيت بوز على الفيلم وبعين صرحت في القصة دي وبعين رجعت تاني يعني يعني ممكن مرجعتش بقى الفيلم بتيتاخد نوتس بقى وحاجات كده فقالي ببص المرة الجاية كمل الفيلم عشان عشان اتكلمتوا اقنعتوا بالموضوع ده يعني في الحاجات دي مقنع جدا عندي قدرة ان انا من قنقنا حد بحاجة يعني غريبة جدا واخليه انه يسيب حياته كلها ويشتغل في الموضوع ده يعني يعني انا ببقى على الطيارة وببصة اشوف البحر بقول لي يا مامي يا مامي لو قعنا ما بقولش اي ده انا حيزة اعدي بس انا دايما بحب أقرى كتير ودايما برومانتسايز قوي القصص بالذات القصص بتاعة الاستكشاف والمغامرة والناس القديمة اللي مش عارف في القرن الكام لما عملوا كذا ومش عارف ايه وبلاي نفسي معاهم قوي بحاسس ان انا رجعت بالزمن او بتحطيت في الموقف ده وعايش الموضوع ده كنت دايما بحلم ان انا ليه ما كنش انا بعيش قصص زي القصص اللي انا حابة بقرأ عليها ليه ما تكونش حياتي انا يعني as interesting و exciting زي القصص وديما كنت ما كانتش حاجة ببص عليها اللي هو ميديا عموما خدت حاجة بدركها اصلا كنت دايما بفكر في الموضوع اللي هو انا عاوز كده ان حياتي تبقى كده ده بالنسبالي ده كان exciting جدا فيمكن انا عشان عندي النظرة دي فيمكن انا بقيت زي مغناطيس للأفكار الغريبة لما باخد بقى الفكرة اكيد في افكار طبعا اكيد في افكار جنونية جاتلي طبعا رميتها لانها يعني حاجات زي ايه مش عارف بس اكيد في حاجات فكرت فيها ما عنديش حاجة معينة بفكر فيها بس اكيد في حاجات كانت عبيطة يعني اللي هو لا مش ان هي كريزي اللي هي صعبة قوي بس اللي هو حاجة بس متخلفة فبتترمي على طول بس القصة مثلا متعات الوشن دي ما هي تبدو في الاول ان هي برضو فكرة يعني انا ولا عندي ولا قدفت قبل كده ولا عندي في المحيط هاخد هاخد مركب سبع متر عايز اعدي بقوة جسمي مش عايز حاجة مش عايز تعمل شراع ومش عايز تعمل مطور وانا بالنسبة لي برضو يعني بتجذبني قوي فكرة ان انا اكون واحد مع الطبيعة انا مؤمن جدا زي انت بتقولي يعني في حاجة انت قلتها عجبتني قوي اللي هي ان انا يعني بحترم البحر قوي بحترم الجبل قوي بحترم البحر قوي بحترم الطبيعة قوي وعارف كويس جدا ان هي اكبر مني بكتير واقوى مني بكتير ومعظم الناس يعني ناس كتير قوي من الناس اللي بحصل لها حواية شرا في ايه بيوصلوا لمرحلة انهم بيفتكروا ان هما يقدروا يكنترولوا الموقف ومش عارف ايه فبياخدوا درس يعني الطبيعة او بتعليمهم درس قوي جدا فدايما عندي الريسبك ده الفكرة كلها انه لما بيجيلي فكرة غريبة زي كده ساعات بتلزق اللي هو كل شوية الفكرة العادة بتجيلي بتوصل لمرحلة ان انا عارف ان الطريقة الوحيدة او هي اكيد مش الطريقة الوحيدة بس انا ايه بحسس نفسي ان هي الطريقة الوحيدة ان انا اشيلها من دماغي ان انا اتجرب اعملها فعلا لا لا دي الطريقة الوحيدة فعلا او عشان نخلص من الموضوع بقى انا عايز اعرف بقى قصة التأديف وانا عايز اعدي المحيط وبتاع خلاص الطيارة وصلت جهزت ازاي بصدي انا هقولك على حاجة انا بحس ان الناس عمتا يعني بتتقسم شقين في ناس زاي اللي هو انا مش عاوز اعمل حاجة واحدة بس في حياتي وتخصص فيها جدا اوضو ان انا يعني بحترم الناس دي كتير جدا عشان انا مش كده يعني نفسي اكون مثلا عالم اختبوت مثلا واللي هو اكتر واحد في العالم في الحتة دي وعارف كل حاجة ولو في اي حاجة حصلت في الفيل ده فالناس هتكلمني يعني فهم اصلي بس ما بعرفش بقى دايما عاوز يعني عمري ما وصل ان انا بكون اكسبرت اكسبرت في حاجة يعني 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 وعارف عمينها كويس قوي بس مش تبقى حياتي كلها ومعينو منقل حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية فانا كنت بتريد في قسم المغامرة نفسه كنت وصلت المرحلة ان انا كل حاجة جبال وتلج جبال وتلج وافتقدت الاحساس ان انا ابتدي ان انا اتعلم حاجة جديدة وان انا اول ما اخشها حيث ان انا بجينر جدا ومش فاهم ومعرفش ايه والاحساس اللي بيجي ان انا عارفة اللي هو الشغف بتاع اللي هو انا بكونسيوم كل حاجة اللي عاوز اقراها وعاوز اسمع وعاوز مش عارف ايه وفي كده الاحساس من حد مبتدئ خالص اللي هو تبتلي تتحسني ومعين حاجة تزرجيني ومش حافة تتحسني وبعد كده تعملي حاجة فيه break through وفجأة ده فيه sense of excitement في الموضوع ده كنت افتقدته لان انا كانت الجبال بالنسبالي اكيد في حاجات اصعب كتير جدا ممكن كنت اعملها بس كانت بالنسبالي خلاص بقت انكريمينتر لان اعملت ده فممكن اشوف حاجة اصعب شوية كلام من ده كنت اعاوز يعني اعمل حاجة اللي هو shock system بتاعي فانا عارف ان انا علاقتي مع الميا مش مش تمام وعارف ان انا دي حاجة عملي عملتها لكده ليه انت بتخاف من البحر بقى مش بخاف من البحر بس مش انسان comfortable جدا في الميا واعتقد ده لي علاقة بالطفولة شوية اعتقد ان انا مرجعت شوية في الطفولة لقيت انا افتكرت كويس قوي ان انا في لحظة معينة في طفولتي كنت بعرف عم كويس قوي وانا سني صغير جدا وبعدين عندي مامري بعدها وانا بخاف جدا جدا من البحر فكرت فيها وافتكرت مامري معينة في اسكندرية مش عارف لو كنت حغرة بس كانت حاجة تروماتيك شوية في الميا وشربت ميا كتير ومش عارف كده وبنتمي من ساعتها مثالي بقى عندي رياضي بعرف عم ومعرف ايه وممكن اكتر من المتوسط بس عمر مثلا عشان كان رياضي محترف اللي هو السلاسي ومعرف ايه فلا هو سباح احسن مني بكتير جهزت ازاي ابتديتوا بتتعلموا ايه عن البحر ايه عن التهديف ايه عن السيرفايفل ايه اللي ممكن يحصل يعني انا عايز اعرف بجد الاسباريينس كلها كتعاملة ازاي لان قصة بتوجع لي قلبي حاولك انا رجعت رحلة دي خلاص بحاول ان انا اشيل الفكرة دي من دماغ فكرة لزف خلاص انا حابرسو الموضوع ده لحد اخر ممكن الاخر ده معنا انا اكتشف ان انا مش عارف اعملها لسبب ان انا مش عارف بس انا حابرسو الموضوع فانس قررت انا اعمل القصة دي بس مش عارف عاملها مع مين فاشتريت مكان التأديف اللي عارف زي اللي في الجيم دي ال وقالت انا ممكن اعمل حاجة زي كده طبعا مش فام اي حاجة على ال في البحر حتى ازاي تستعملي ال VHF راديو لو انا عاوز اعمل استغاثة او معرفش اي بروتوكول معين كل حاجات دي ففي حاجات كانت كورسات في حاجات كانت عملنا بس قبل كل ده طبعا كنت لازم عمر كنت عرفو معرفوش كويس نحن كناش ان تيم بس معرف بعد بنتقابل مرة كل كام شهر كان في صديقة مشتركة ما بيننا عرفتنا على بعض هو كان وقتها يتمرن الاولمبياد اعتقد بتاعت ريو 2016 كان هو محترف رياضة ترياثلون كان اول مصري يحترف رياضة ترياثلون وكان مفروض ان يحاول يصفي الولمبياد وجات له اصابة كان ابتدى 5-6 سنين يتمرن 6 ساعات في اليوم يعني ساب شغره وكل حاجة وكرس نفسه للرياضة كنت عرف ان هو جدا ولسه جات له الاصابة دي فالاصابة دي كانت معناها ان هو مش عارف يكمل بس اعرف ان ان اعرف ان ان يستخدم من كبير من حياته يكرس للموضوع هذا فكلمت في التليفون مرة كنت في دبي وقتها كلمته ومكتبه هناك وان كنت عرف ان لم يكن كلمه في التليفون عشان ابسط حاجة سيقف السيك فأنا قلت حواجه فأنا هنا في الاريا وابتاع اعرف موضوع كده اعرف اكلمك فيه وابتاع لي اه اه مش عارف اه طبعا ما عندوش اي يعني مش بخون خالص الموضوع ده وذين ساعة ونص مش بس كان اقتنع بالموضوع احنا ودفعنا ال registration fees فيه جزء مهم قوي بالنسبة لي انا ويشتغل الناس كتير قوي يعني انت تقومت لحاجة وتعلني الحاجة دي فخلاص انا كده accountable publicly للموضوع ده مفروض اكون accountable لنفسي من غير ده بس انا عارف عن نفسي فيه تريكات بتبير عرفها عن نفسك فبتستعمليها فانا عارف يعني ضد نفسي هستعمل التريك ده ان انا هعلم الموضوع فهيبقى اصعب قوي بالنسبة لي ان ارجع اقول لا انا مش هعمل فخلاص انا كده شوية ان انا اكمل اعدنا تعلمنا كل حاجة من السفر واعدنا شهور يعني اعدنا نصف سنتين من نعمل ده ايه اكتر حاجة انت شخصيا كنت خايف منها تحصل تشوف شارك تشوف ويل ما تشوف ش حاجة خالص ال 40 يوم اكتر حاجة كنت ممكن اكون خايف منها هي اللي حصل بسما كنتش متخيل ان اللي ممكن حصل ده لو كان حد حكالي على قصة حد اللي هي قصتنا بس كانت حصل لحد تاني وحد حكالي عليها كنت هي هتبه هي دي اللي انا خايف منها خلينا نحكي بقى ايه اللي حصل وصلنا لها زي يوم ما النهاردة هنبتدي اول يوم من 40 يوم اول ساعة في اليوم تلعتوا من محمنين المركب ستين سبعين يوم اكل فان يمكن ان في ناس بتاخدها في ناس بتعمل الرحلة دي في 30 40 يوم وفي ناس بتوصل لتعدي المية يوم انتو جهزتوا كل الاكل بتاعك وكل حاجة في الرو بوت اللي معاكو ولا كان في مثلا الرحلة بدون دعم ما يوجد أي سبورت بوت فإحنا شغلين كل حاجة لازل نبقى سبورت لو حد أي مساعدة من أي حد تاني بكد نحن في السباق بس في مركبة تانية بس لما مفيش حد خالص لا مفيش حد في مركب تانية في السباق بس بعد أول يوم ما بتشفيش حد لان انت مركب صغيرة جدا في محيط كبير قوي ناس بتاخد مختلف قوي وبعد كده انت في مركب تأديف والموج في الأطلسي ممكن يوصل عادي جدا 5-6 متر يوم عادي جدا في العاصفة وصل 7-8-9 متر عاملة زي حتة خشب صغيرة ورمية في البحر هي هتمش مع اتجاه الموج مستحيل انها تحاول تروح العكس مهما قدفنا مستحيل نقدي في عكس فانت خلاص انت رايحة في الـ ونصل يعني لو عناش اي حاجة هنصل بس ممكن نصل في 200 يوم مثلا بس وممكن نصل مثلا مش في الكاريبيان مثلا ممكن نصل في برازيل فانت بتعملي بتأديفي وبتعملي كل ده عشان تبشي بسرعة وكمان عشان تستيلي نفسك عشان تتعدي محيط كامل انت عايز توصلي نقطة معينة الناحية التانية اخدتوا معاكوا اكل اي كل اكل مجفف بمعنى انت بتغلي ميا بتحطيها جوا باكت كده بتقفليها باكت عاملة زي كده تفتحيها تحطي ميا مغلية جوا تقفليها خمس دقيقة مثلا تفتحيها بالضبط هو عامل زي سبايس فود وعامل زي الفود اللي كنت باخده في الجبال الكبيرة والطويلة يعني كنت متعود على النوع ده من الاكل بس مكنش متعود على في المحيط ان انا هكون عندي احساس بالاغماق طول الوقت وحبب برجع طول الوقت سي 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 ما اخدتوش ادوية السي سي سي اخدت بس بيش عكا بتحوق يعني يعني جالي سي 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 خفيف قوي في كل التمرين مع ان انا عملت حاجات اكستريم جدا بس السي سي اللي جات لي في ال نفسها في اول يوم رجعت تسع مرات في اول يوم فما كنتش متخير ان الموضوع هيبقى كده اعدتوا بقى اول يوم تاني لالف كيلو من الشط كنا كده قطعنا اكتر بشوية من 20% من الطريق كل الناس كانت بتقول ان اول عشر ايام هما اصعب عشر ايام عشان الجسم نفسه من جوه هو مش فاهم انت بتعملي في ايه الجسم فجأة بينام 40 ديئة كل 4 ساعات متواصل بيأكل أكل قليل قوي دايما في environment عادة بتتحرك مش عارف ايه فالجسم بيكرهك at this point بسهو مش فاهم فالجسم بيفهم ويقول خلاص ما هو ده الوضع اللي انا في فلازم ابتلي ادابت للوضع ده بس طول الوقت قبل كده هو بيحارب الوضع ده فانتي حسن انتي بتنهاري ك يعني فزيكلي ومينتلي وكل دي لحد ما نوصل الناحية تانية بتحلي بقى مشاكل عندك مكان التحلية للمية بتقعد مثلا طبوز فلازم تحلي فيها النافجيشن ساعات بيفصل المعرفش ايه اللي بتشحن بتتكوم عليها ملح من المحيط فالكفاء بتاعتها بتقل فلازم تقعد تشعلقي وتنظفيها لازم تنزلي المية وتنظفي المركب من تحت عشان بيتجمع عليها اللي هي اللي هي العشاب كده بتعمل فبتبط المركب وكنت بتنزل عادي كنا بننزل كنا بننزل عادي لازم ننزل يعني الحتة اللي احنا تقلبنا فيها بايد وي نشين بس احنا مفكرناش في كده يعني الحمد لله ان احنا لما خاصرت الموضوع وتقلبنا احنا الموضوع ده ما خطرش في بالنا في الوقت ده اننا كنا احنا كنا يعني في رعب جديد جدا فالحمد لله ان دي تتبقى حاجة زيادة كمان انت بتكلم انت في محيط فانت تحتيكي ممكن يكون اي حاجة لا يعني الطول مثلا مش 30-40 متر هو كذا الف متر تحتيكي يعني في عالم كامل ايه اللي حصل لما جيت وتتقلبوا حسيت انتو هتتقلبوا حسيت بايه لا يعني هو كان يوم احنا كنا مندور على يعني كنا مندور على ان يبقى في موك كبير البحر مش ليه عشان نمشي اسرع اوكي يعني لو انت بتأدفي في بحر فلات فانت لو يعني موتا نفسك هتمشي على مثلا ثلاثة عقدة لان الهو هيساعدكم هيزوقكم كنا بنطلع المركب كده وبعد كده بنسيرف تحت الموجة وبعد نطلع وكده فممكن اكشلي الاسبيد بتاع المركب ممكن يوصل لتسعة عشر عقدة اللي هو تلات اضعاف في الاسبيد اللي هو في الفلات بس اليومنا كان الموجة اكبر كتير من العادي في ناس كملت انها تأدف وفي ناس تعمل حاجة بتطلع فريكشن كبير قوي بيبطأ المركب ويخليها قمص توقف فلما يكون في عصفة هاتقدك في حتة دي مش عاوز تروحية بتحاول ان انت تفضلي كده وتعوضي في الكبينة لحد ما الجو يعدي بس احنا كملنا ان احنا عشان كنا عاوزين مش بس ان احنا نعدي ناحية التانية كنا عاوزين ننكسب السباع وده كان برضو اكتر عمر لانه هو جاي من رياضة تنفسية اوي وانا جاي من المركب اللي هي it's not a very competitive sport يعني كل واحد يتحدى نفسه اكتر ففاجأ خدنا موجة كبيرة اوي وده عادي بس في حاجة حصلت وانحنا موجة تانية جات من الجنب خبطتنا جامد قوي فقلبت المركب اكتر من تسعين درجة وانا اللي كنت بقعد في وقتها وعمر كان جوا كان قبل شفت بتاعه باربع دقاية فكان هو قريدي صحي وكان بيحاول انه يجهز بس لسه ما لمش كل حاجته ما كانش حتى لابس الحزام الامان اللي هو فيه زي بتاع بيركبه في المركب وهو برا المركب اتقلبت وانا الحمدلله كنت تلابس الحزام الامان بلشمين لما تقلبت ترميت في الميا جامد جدا وطلعت من ناحية التانية لو ما كنت لابس ده كنت خلاص كده يعش انتي لو باعدت يعني أنا كده ماسك المركب لو المركب بعد خمسين سنتي مش طايلها خلاص مش عارف اوصلها تاني انا مهما لو حتى مايكل الفلبس مش عارف اعوم ضد الموج وهو طبعا لما مركبة تقلبت فهو تقلب هو ع السقف والحاجات كلها يعني فهو ما كانش عارف انه هو يجمع الحاجات اللي هو محتاجة عشان يقدر انه يعني يسورفايف وكلام من ده فالقصة بقى كلها عدنا توتل 13 ساعة 13 ساعة بنحاول ان ننجو من الموقف ده لما انتو تقلبتو عارف يطلع من الاوضا ولا كان مزنو تحتها الاول كان مزنو وانا كنت بحاول احنا مش سمعين بعض في بنا زاز والصوت عالي جدا صوت الموج عالي جدا وصوت الموج بيخبط في المركب وصوت المئدا في قاب بيرزع في المركب فانا مش سمع سمع حد بيتكلم وانا بتكلم وانا نستعين بعض فهمنا ان هو اكشلي طلع فيه مشكلة كمان ان اسمها الهوية اللي هي بتاعت كانت مفتوحة شوية فقد بدخل ميا فلما حاولنا نقفلها والمركب مقلوبة حصل مشكلة وتخلعت فبتالت ميا بتدخل جوا في الكوينة بشكل سريع جدا هو عارف وقتها ان مش هينفع من هو يزوء الباب ولازم يستنى لحد من الميا تم لجوز كبير جدا من الكبينة وبعد كده يزوء فالموضوع ده هو الفكرة كلها انت لما بيحصل حاجة صعبة زي كده في ناس الدنيا هتسرع معهم وفي ناس الدنيا هتبطأ انت عارض الدنيا تبطأ من غير ما تبقى منزعجة أوي ولا هو مش عارف وكلام من ده هل دي حاجة ممكن تعلمها لنفسك متأك ان في ناس بتبقى عندهم دي اكتر من ناس بس أنا شايف ان هي حاجة ممكن حد يتعلمها بان هو يعيش تجارب مش شابهة بس صغيرة يعني حاجات تبديله ال confidence ان هو يقدر يعمل حاولنا انحنا ننفخ اللايف رافت اللي هي القرب المطاطي اللي هو مالوش غير يعني استخدام واحد بس اللي هو بتشديه كده لما زي علبة كده مقفول بتشديه في وقت لو في اي كارثة زي لانت عايش ها دي بس هو ما 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 وكان في واحد بس هو واحد بس وما فتحش لدينا نفسينا انحنا دي كانت اللحظة لأول لحظة لان احنا كنا مقتنعين لسه نحن نكمل السباق لحد اللحظة سنقلب المركب ثاني لان اصلا مصممة انها تعدل نفسها بس ما عملتش كده فقلنا انحنا هننفخ اللايف رافت ونحاول نقلب على اللايف رافت نقلب المركب ثاني بعد نركب على المركب ثاني ونكمل السباق لما لايف رافت مفتح لدينا لا احنا ممكن نموت هنا ودي كانت 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 بالليل ولا الصبح لما تقلبت كانت الشروق ولما نجينا كانت خلاص بالليل يعني عدنا فترة في الاخر الدنيا كحلي طبعا دي هي كحلي في وسط المحيط عصفة كانت موضوع روح بشوية ده جهنم بالنسبالي وبالنسبالي يعني ده هو ده هو ده اتعلمت ايه عن نفسك او عن مخك او عن روحك في الفترة دي لان اكيد هتطلع من انا تقول الحمد اللي انا انا معرفش انا لماذا عملت كده بس عملتها ولولا انا عملت كده مكانش حصل كده او كذا كذا او فهم ازي اتعلمت عن نفسي عندي غريزة للبقاء عالية قوي كان في لحظات كثيرة جدا في التجربة دي كنت ممكن استسلم بسهولة جدا وكانت خلاص كده كانت نهاية اتعلمت ان لما بيكون في موقف واحد محطوط فيه والحل مش باين مش لازم الواحد يحاول يدور على الحل بس لازم يدور الخطوة الإيجابية حتى لو صغير قوي واندي ايمان شديد ان لو عدت عمل كده كتير الحل سيبان اتعلمت ازاي ان احط ثقتي بشكل كامل ومثيقة عمياء في حد تاني بس طبعا الحد لازم يكون في عناصر معينة في شخصيته وعناصر معينة في علاقتنا مع بعض بس احنا كنا تمررنا مع بعض وكده ما كنتش بك اتخيل قبلها ان انا ممكن احط ثقة بالحجم ده انا احطت حياتي في ايد الشخص ده وهو حطت حياته في ايدي فده خلا في يعني علاقة يعني معينة قوي بيني وما بين عمر يعني هو شاف حاجة وانا شفت يعني مهما انا حكيت لك او حكيت لناس او في ناتفليكس مفيش حد تاني هيعرف احنا عملنا ايه عشان ننجو اليوم ده اكتر من عمر دي حاجة يعني حاجة انا انا سمعت عن ال اختي ومن شرين عرفة وكده وما تفرجتش عليه وكنت عامل حسابي انا مش عندي كل الاسئلة اللي هو انا بجد واحدة بس سمعت عن الموضوع عندي عندي اسئلة كتير قوي من ادفه الاسئلة لأكتر حاجات روحانية بصراحة مبدئيا لما كنت بتاخده شفتات كنت بتساله بعض او تتكلم في اي حاجة لا بصي اولا عمر نور ما عرفش شفتي او شفتي عكسي تماما هو شخص اكتروفرت جدا صوته عالي جدا طول الوقت هايبر طول الوقت معرفش اي وانا التكوين مختلف خلص امص العكس بتاع ده بس احنا عكش في اي حاجة تانية احنا شهر بعض جدا ك اهتمامات ككل الحاجات دي يعني دي كان حاجة مهمة قوي بس انتم في البحر قدامكم على الاقل شهر وشوية ما عندكوش حد غير بعض كنت خايف منه لما اخترت عمر في الاسبوضيشن ده كنت خايف انه مش هيبطل كلام يعني انه هيقريبك يعني من افهم اصلي اللي هو انا من دون احب 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 ان عمر واكيد موظم اكتروفر انه بيستمد طاقته من الناس فكلما فيه ناس اكتر فكلما تقطب بتاع لأكتر فعكشي لما بيكون فيه واحد بس قدامه هو تريبا ما بيتكلمش فبقيت انا بقى بتكلم اكتر لان انا عشان انا انتروفرت فانا هاخد طاقة اكتر كلما من المجموعة اصغر لو احب اتكلم كتير لو احنا اتنين ثلاثة اوكي لو كان فيه واحد فيهم دائما بيتأخر دقيقة ثلاثة اربعة في الوضع فانت لما كنت تقدي في المدة ساعتين واللي هو اللي مستنية انت تخلصي والشخص التاني قعد بيجهز هخليك تقدي في اخر ثلاثة اوكي لا انت بي مش مش طائع نفسك وموضوع دقيقة طول الوقت فش في بقى وكنا نفكر فيها برضو لو دقيقتين كل شفت على تلاتين اربعين يوم فدول يطلعوا كذا ساعة فده ما عرفش ايه فالكلام من دفعنا كنا احتراما لبعض كان حسنية بتيجي احنا بنسويتش وانس انت يسويتش بقى في واحد برا واحد في الكابينة واللي في الكابينة ده عنده ساعتين انه يحاول نم 30 40 ديئة لازم انه عنده ساعة تاسك لازم يعملها طريبا ما فيش وقت كانت تجربة غريبة شوية كنا بنتكلم وقت الشفت بنتكلم ها اخبار كيف مش عارف ايه في حاجة مفروضة اخب بالي منها كذا كذا الوقت الوحيد اللي كنا بنبعد على المركب مع بعض كان بعد شروق الشمس الشفت دي لان كانت الدنيا تأتفى شوية فيه نور ما عرف ايه بنقعد كده لحظات نتكلم شوية بس اللي احنا تخيلنا عن ال experience يعني ال vibe والطاقة بتاعت ال experience عمت واللي حصل هما حكتين ما همش اعلقة ببعض احنا كنا متخيلين الموضوع احنا شوية احنا اللي هو اتنين لوحدهم والمحيط وحنقعد بقى اللي هو يعني نتكلم بقى يعني احسن متخيلة يعني ما فيش لاحظة قعدتوا كده في الشبع تقول عمر انت شايف احنا فين احنا اللي احنا عملنا ده كنا بنفكر كده كتير يعني وكمان اخذي بالك احنا لما كنا في بعد ما حصل الموضوع الحادثة نفسها ومش عارفين وكلام منا وإحنا في ودوقتي اكتشفنا ان احنا مش عارفين نوصل استغاسل اي حد او اللي احنا وصلنا ده ممكن ما يوصلش لأي حد ما فيش اي حد بيدور علينا ما فيش حد حيجلنا احنا ممكن نفضل هنا الحد من نران اكل ومية وكل حاجة طبعا كل واحد فينا بيفكر سانية انتو مفتحتش بس الكلام كان عدى 3-4 ساعات وكل ده انتو في المية والدنيا اصلا بالليل الاول بالنهار وبعد كده بالليل بعدين فانتو مفتحت وركبتو عليها وبعد كده يعني كان الاول فيه قوى القلبة والمركب ما يفتحش والمركب ما بيعدنش ومش عارف ايه وإحنا في المية وحاسين احنا هنغرق ومعرفش ايه وكده بعد كده ساعة ادنا انحنا المانيول وابقينا جوه الرافت والرافت مربوط بالمركب مقلوبة والسيطوريش بس بس مفيش اي حل بس انتو اكلوكو كل حاجتكو خلاص نفسه جوه زي حاجة اسمها شنطة فيها حاجات بس يعني طولز بسيطة جدا البقاء من ضمنها 750 ملي مية وشوية بسكوت في علبة صغيرة كده يعني مش حيعايشنا مدة خالص وبعدين نبصرين على بعض كل ما يفكر افكار اللي هو صودة جدا بس ما حاجتش فينا عاوز افكار الحاجات دي لبرا عشان عاوز نخلي الاتموسفير ايجابي شوية كنا بنحضر ات سم بس ماذا ستعمل اه هتعمل اي وابتلينا حاجات اللي هو لو طلعنا من الموضوع ده هنعمل اي كده الاسو اس سيجنل تبعتوها ازاي ما لازم ثلاثة سيجنل اسكانوا معنا في واحدة على المركب اسمها E-Purb دي اللي هي بتاعت البسل نفسها وكل واحد فينا عنده حاجة اسمها PLB اللي هي Perston Locator Beacon محدودة على الحزام بتاعه دي بتبع على جسر فهي يمكن تبع انتو دائما طلعتوا على Life Raft اي الاسو السيجنل الموجودة في ثلاثة حاجات لازم نعملها في ثلاثة بيكنز لازم نشغالها واحدة اسمها E-Purb دي بتبع على المركب نفسها دي خراص مش هنعرف نوصل لها نعملناها هي بتاكتيفيت لما بتبع تحط تحت الماء أوكي بتاكتيفيت بس يعني تأكدنا انه ياكتيفيت دي في اتنين تانين اسمها PLB اللي هي Personal Locator Beacon دي في واحدة على حزام كل واحد فينا لما عمر طلع من لما تلك انه كان مزنوق جوة الكابينة وكانش عنده وقت انه يجهز فهو ما أخدش دي بس كان فاكر انه في في Life Raft في Survival Bag بتاعتنا اللي اسمها Grab Bag في واحدة زيادة فهو قال خلاص انا مش عارف اجيب دي بس هعمل دي دي unfortunately ما اشتغلتش فالناس بتقول الاستغاسة جالهم بدل ثلاثة Cygnus جالهم اتنين مركب وشخص فكان الاستنتاج اللي بيطلع من ده انه في واحد فينا مش موجود فده اللي كان بيحصل هو كان فيه قصة بارل بتحصل اهلين بقى الناس اللي بت ايوه دول بقى بيتابعوكوا الوقت كله من شايفين انه في في زي GPS على المركب كل اربع ساعات بيدي signal GPS location كل اربع ساعات المرة اللي قبلها مداش signal وبعدين جي المرة اللي بعدها مداش signal برضو بس مش معنا انه كان فات ثمان ساعات يعني هو كان احنا لسه كل حاجة تمام وبعدين مثلا تسي مثلا ساعة مثلا قبل ما واحد يدي signal الاولينية اتقلبنا في signal المرتبع واربع ساعات ايوه كنا بقى اربع خمس ساعات فانتو كنتوا كويسين لحد ساعة قبل معاد signal فدي سقطت signal وبعدين الاربع فخمس ساعة بالضبط فلما لقوا ان الان two signals ما ملوش لما واحد لا تعمل يقول مالفونكشن حاجة مش عارفة كن بس لما لقوا ان ده ما عملش وبعدين لقوا ان في emergency beacons set off حتى في لقطة في الفيلم الست اللي هي مسؤولة عن coordinating and rescue بتقول لها تعرفنا فبتول انا عارفة ان الاثنين دول بالذات ما كانوش هيعملوا لشان هم بس خايفين اكيد في حاجة غلط فطالما ان في حاجة غلط وعندي signal بتاعت المركب فالمركب موجودة والسيجنل بتاعت الموجود قريبا من المركب فهو هنا بس في حال مش موجود في حاجة في ممكن في مشكلة بلعرفة ابتدأ اكشي السيناريو يدور يبقى وكارثة ما بينهم والفاميلي يعني السيناريو ما بين الامهات ما بين العيلة وبتاعة بقى في سيناريو بتحطوط على الترابيز ان ممكن واحد فيهم مش موجود وبعاين لما في طيارة جات بس عشان تحوم حوالين المكان كان بتاعت المسح لمنطقة كبيرة جدا شافت مركب مقلوبة و لايف عارفين اللوكيشن بتاعك ولا بيعرفوا اللوكيشن بس احنا بقى بنتحرك وبنتحرك على حسب الموج على حسب حاجات كتيرة جدا فهم يبقى عندهم وهم برضو بيحسبوها لها حزبة بس عمرها ما تبقى 100% accurate لانها لها علاقة بوزن المركب وزننا سرعة الرياح مش عارف ايه حاجات كتيرة قوي لازم بتاعك تعمل مسح للمنطقة لما شافوها شافوا المركب وشافوا القرب المطاطي بتاع النجاية بس مشافوه ناشحنا فرجعوا بانفرميشن احنا شفنا الحاجات دي بس مشرفناش الناس فده زود بس انتوا كنتوا على اللايف رافت بس هو يعني بموق بالحجم ده من فوق خالص ممكن صعب انهما يشوفوا مسلا فات ست ساعت خمس ست ساعت من ساعة الكاب سايزنج ما تقلبت ست ساعت ست ساعة ساعت حاجة كده اوكي رجعوا قالوا شفنا كل حاجة مش لقين حد انهيارات طبعا هم طبعا المركب دي منفعش تساعدنا لان هي مش هينفعت لاند ولا اي حاجة وكلام من ده هي بس جاية تعمل بتاع الطيار اختفت فانحنا ما بقاش فهمين كان في كده يعني 15-20 ديئة كده من الزعر التام لان احنا الطيار دي عارفين انها مش رفت ساعدنا حاولتوا لها اه وطلعنا وكل حاجة بس الطيارة دي اتليست وجود حد في بشر ما فوق هنا فحاسين ان احنا في حاجة وانفجأ اختفى مش سامين حتى صوت الطيارة هي بتحلق فده معناه يا اما هما مسحوا المنطقة دي وما شافوناش فقالوا خلاص احنا هنروح ندورها في حتة تانية ودي كارسة لانه معناه ان هما مش هارجعوا هنا تاني يا اما بنزين خلص لان هي الطيارة دي لازم تطلع مئات الكيلومتريات ولازم ترجع تاني فبالبقى ما ترجع تاني وتشحن تاني عشان تبقى برضو ساعات كتيرة جدا وممكن حيات كتيرة قوية تحصل في الوقت ده فكنا بس عملتوا وما شافووش الفلايرز الفلايرز بتبان اكتر بالليل بس يعني احنا عملنا برضو فلايرز وكده بس يعني لسبب من ما ما شافووش اوكي رجعوا وقالوا ما شفناش حد ايه بقى بعدها بعدها تلت ساعة بنبص على الافق خالص لقينا بخرة من اكبر البواخر التي شفتها في حياتي حاجة طولها 200 متر وزنها 35000 طن يعني حاجة حيوج دي يعني بتشيل حديد وبيسل جاية من برازيل لاسبانيا فانما شفناها بصنا بالكبير اوي كده مكتوب كفالون يعني قلنا دي مركب جريجي او حاجة كده قصة خلصت خلاص يعني احنا نبص على البخيرة الكبيرة قوي دي جاية من الأفق وفي زي مركبتين متشعلقين على الجنب كده بتحل لهم زي لانشات كده كبيرة مقفولة كده حيأيوا بقى ياخدونا بيها ومش عرف ايه خلاص بقى بتالينا بقى هاي فايف وبتاع وعلي من نتكلم يعني حصل كله ده كان ولا حاجة من اللي هيحصل فينا بعد كده لان المركب دي بخيرة دي على التقرب مننا تقرب مننا تقرب مننا لدرجة انها وصلت لعشرة متر من كتر ما هي كبيرة احنا بصل لها كده وهي مش بتقف هي مش شايف هي حدوس وما شايف لنا بس طبعا بخيرة بالحجم ده ما ينفعش تلف الكابتن اصلا بيكون يعني في هي البرج هو اصلا فوق قوي وقدامه مثلا 150 متر مركب وتحت مثلا 10 متر للمحيط وهو احنا بتاع كده قريب مطاضي 2 متر في 2 متر في موج كبير جدا هو ممكن بيشوفنا لحظة وبعين ما بيشوفناش وبعين فجأة يشوفنا لحظة جاي كل ما هو بيقيه بالجنب كده الموج بيخبط في البخيرة دي درجة ان البخيرة عادة بتعمل كده وهو ما يقدرش يبقى في البخيرة ده كتير لان ممكن البخيرة دي تقلب لان هو مش مفاوض ان هو ياخد الموج بالجنب بالشكل ده واحنا طبعا مش فاهمين هو ازاي اصلا مبسوطين ان في مركب بس كنا فاكر ان هم حاولوا ينزلوا القارب ده هو موجود على جنزير كده وبعد لما تنزل تلمس الماء يفك وبعد تتحرك لما وصلت الماء قبل ما يفك الجنزير ده المركب نفسها تقلبت فهو قال لك لا في اتنين من الكرو بتاعه جوه المركب دي فقال لك لا الناس بتشيل كارجو من هنا الهنا طبعا واخدين تمرين اكيد لما في البحرية اكيد اخدوا التمرين بس مش حاجة اللي هو بتتعاملوا بيها طول الوقت لا وبيعودوا على المراكب بالشهور انا واحد من اقرب صحاب لي هو على واحدة دلوقتي بيشتغل في الكارجو وشيبس وكده اكيد مش متوقعين في البحر ست شهور على المركب اكيد مش متوقعين فجأة هيلاقوا اتنين على روبوت فجأة فاكيد مش حاجة مجهزين لها وعشان مركب زي دي توقف او تلف بتاخد ساعات مش بتوقف فجأة لما كانوا بيحاولوا انهم يعملوا اي عملية انقاذ كلها محاولات غريبة جدا بيعملوها بعدين مثلا عدونا بتاخد نص ساعة عشان البخيرة تلف تاني وترجع فهم عملوا مثلا ثلاثة اربعة ساعات من كل واحدة واحدة احنا عايشين في فيلم هندي كل مرة حاجات تقبط واحنا مش عارف اي واكيد عاملين عاملين كوموغ اكتر لا هو اللي بيحاول هو يعمله انه بيحاول يجي بالمركب بجنب معين بحيس انه يحمينا من اكبر كمية من الموغ الممكنة يحتوينا وكده بس طبعا بيجي لنا موغ برضو بس هي صعبة قوي انه يعمل فساعات اكشي بيعمل العكس تماما انه المركب بتكون هنا والموغ جاي كده واحنا هنا فلو فضل كده كتير احنا هنلبس في الهال بتاعت المركب وده حيب خلاص كده هتموت في ساعت محاولات ده كتير يعني حاجات مختلفة ومعرف ايه وكده وبان بسرعة جدا الناس اللي على المركب البخيرة مش ترين يعني 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 بحاول يرمون لحبال ومش حاجات كده يعني لدرجة ان احنا وصلنا لمرحلة قولنا لا احنا هنرفض اي مساعدة لان يعني حيموتونا هما بحاولوا ينقذونا صعب قوي انت تعملي انقاذ وانت مش عارف تتكلمي مع الشخص التانية مش عارف مثلا تقولوا طب انت معك ايه الادوات اللي عندك انت ممكن تعمل ايه طب حجلنا ازاي طب اجهز طب مش عارفين اي ممكنة خالص احنا مش عارفين هما يفكروا في ايه يبدو بالنسبة لنا ان هما يعني بيعملوا حاجات جنونية جدا هما مش يهمين تصرفاتنا فقررنا خلاص احنا هنقفل الرافت وحنرفض اي وكده عشان احنا عارفين ان في القانون الملاحة لو مركب لقيت موقف زي كده وولاد ساي هما مش قادرين هما يساعدو ما ينفعش يسيبو لازم يستنوا لحد ما مركب تانية تيجي فكنا متخيديين احنا لو رفضنا المساعدة هيستنوا لحد ما ييجي مركب اكتر ان هي تنقذنا اللي احنا ما كناش عارفينه ان اقرب مركب كان على بعد ثلاث ايام فهما لازم هما ينقذونا واحنا بنحاول نرفض عملية الانقاذ احنا بالليل هتبع حاجة ضمار واحنا عارفين ان احنا لو اصلا لما نرفض الانقاذ معناها ان احنا هنستنى غالبا للصبح يعني معناها ان احنا لازم نعيش التمن ساعات الجايين دول لحد ما الدنيا تنور وعلى اقل ثلاث يام لان فيش حد ثاني جاي ثلاث احنا عرفهاش احنا عليها قدر نواي مانوفر مركب باخيرة امتين متر 35 الف طن بشكل ان هي تحمينا من جزء كبير جدا من الموج وتيجي لدرجة ان هي تلمس قرب النجاب بتاعنا يعني حسينها بخبطة انت بتخلينا مركب يعني انت تكلمها التايتانيك احنا حاجة اللي هو عادي مثلا كده فهم خبطوا فينا ففتحنا البخيرة هي ميلة كده وحشفين حديد كده وناس بتاع وبعين فجأة ورمي لنا حبل ويقول لنا ربطوا الحبل فهم قبل لنا رمي لنا الحبل ده واحنا ما ربطناه لان هما مش فاهمين الموج عالي جدا فالموج بيطلع 7-8 متر وينزل فانتي بتطلع وتنزل يعامنا زي الرولر كوستر فانا لو ربطت الحبل تحت هنا وبعد كده اتشد فانا ممكن اتشعلق فممكن الحبل يتشد جمد قوي فيمقاطع القرب النجال اللي احنا في ف it's too risky لكن لما وصلنا للمرحلة دي هما احنا قريبين منهم فلاقينا ان هو خلاص لازم نحاول هو مش هيعمل مانوفر احسن من كده شاء نخرج من الموضوع ده المشكلة نحن مش عارفين هنطلع البخيرة ازاي بص بيرولنا السلم في 10 متر ما بين المنسوب الماية تحت والسطح البخيرة في سلم بينزل نص المسافة دي السلم ده مش معمول للانقاذ اصلا هو معمول لما بتخش مينة ساعة بيبقى فينا ساعة تنزل على السلم ده بينزل بس حتة صغيرة للأرض سلم عبارة عن حبل حبلين تخان عوي ووسطهم زي زي الرف ده سلالم لازم سامها ونحن ننط ونمسك البتاع ده ونطلع المركب بالشكل ده والمركب قاعدة بتعمل كده والموج قاعد بيلبس في المركب والدنيا كلها ضلمة والنور منور بشكل كده عامل الموضوع شكله فيلم رعب شوية وعارف لما بيكون فيه موج كبير قوي فبيبقى فيه زي رغاوي رغاوي كده يعني الموضوع كله يعني وعمر وقتها كان بيلبس contact lenses كانت ضاعت فهو اصلا انا بقول له السلم فهو اصلا مش شايف السلم وعندين بنقرب من السلم وانا بقول لهم احنا مستحيل نزعق ان منسوب الميا بيقعد يطلع وينزل فهنا بنطلع نقرب شوية اعلى شوية بعد ننزل فلحسن الحظ لما جينا تحت السلم على طول خلاص انا we have to jump وانا مش مربوط للبخيرة دي ولا مربوط لللايف رافت فانا لو وقعت خلاص it's over فالطريب بقى انوت وامسك في الحبل ده ورجلي بقى في الهوى بقى تشوفي الفيلم حتى تشوفي الماضي كذلك انا نفسي لما بفكر في التجربة دلوقتي في disassociation معين يعني انا مش disassociation يعني انا عارف ان انا مريت بالتجربة دي و اقدر ان انا عيش جواي بد درجة معينة بس يعني في برضو حتة مكنتش في جسمك حاسس لا كنت في جسمي قوي عشان اقدر ان انا اعمل ده بس دلوقتي لما ببص ال experience بعد ما عدت بكذا سنة حاسس ها مش حقيقية من كتر ما هي كانت اكستريم انا حاسس هي مش حقيقية وانا اصلا بس بالتخيل في مخي في حاجة مكتوبة في في سي سورفايفل هند بوك اللي كنا بندرس لما رجعنا لقنا ان في صفحة عارف لما صفحات مكتوبة مكتوبة مربع في الوسط وفي حاجة معلومة مكتوب في المربع ده ان في حالة انقاذ لما يكون حد في بخيرة في ناس تفتكر في هوجة الموضوع وحماسة الموضوع ان هما ممكن يطلعوا السلم ده بس هتأدي الى حمد اللي لما ذكرنا ذكرنا كويس بس ماذا ذكرناش كويس قوي فممكن حتة دي ما اريطهاش وديتك الشجاع ان تجرب ممكن فعلا تنفع فهي كانت لحظة من اللحظات لان عمر كان اطلعت الاول وعمر كان بيتزق الورا فالمركب البخيرة عاملة فيها كيرف فهو مش عارف يشوفني اخر اللقطة اخر حاجة شفها كان اداية اليمين والأيمن اصلا اداية اليمين اتزحلقت ومسك في الحبل بيد واحدة فهو بالنسبة له اخر حاجة شفها خلاص هو غلطة واحدة خلاص هو كده وانا ورابع بايدين هو نط وعرف برضو يمسك هو لا هو طلع بطريقة مختلفة بس أنا طلعت الأول وبعد كده هو طلع بطريقة مختلفة نبقى نشوف الدوكيمانج نكتشف الاندينج ازاي اعدتوا كتير قوي في البحر مش عارفين انتوا هتروحوا ولا لأ ومش عارفين اي هيحصر مش عارفين هتاكلوا تاني امتى مش عارفين مين جاي لو حد جاي مش عارفين اي حاجة انت في وضع مفيش اي حاجة انت عارفها ولا حاجة ممكن تعملها ولا اي حاجة ممكن تتحكم فيها لما تبقى في الواقع ده كنت بتقول لنفسك اي انا اي اللي جابني هنا انا اي اي انا 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 هنطلع منها هتتحل هو ده الاحساس اللي انا اصلا بدور عليه هو ده التشالنج اللي انا كنت متوقع ومعرفش كنت حاسس بايه حاسس انه خلاص this is this is it مش هعمل كده تاني بس روحني please والله واحترم نفسك يعني حسيت بايه انا عارف ان عمر لما تقلبنا في الاول خالص وهو لسه في الكابينة ومش عارف كده اول حاجة افكر فيها كان في احساس بالندم اللي اللي انا عملتو في اهلي انهم دلوقتي حيمروا بالتجربة دي بس ما تريش ان احنا عمرنا شكينا في احنا ليه عملنا كده التجربة اللي احنا مرنا بيها برضو يعني واحد في المليون هو في ناس بتعمل القصة دي بقالها سنين احنا اول كيس ان مركب تقلب وما تعدلش نفسها وان قلب نجام بالنوع ده ما يفتحش والحاكتين حصلوا وهو نفس بتاع سكاي دايفر نوت والبارشوتين ما فتحوش يعني ده نفس بتتكلمي في حاجة زي كده انا عارف ان انا كنت طول الوقت كنت لازر فوكس جدا في المكان اللي انا في يعني انا كنت كنت بريزن جدا في ال 12 13 ساعة دول عشان الموقف كان بيحتم علي كده لازم اعمل كده عشان يعيش يعني اللحظة الوحيدة اللي انا فكرت فيها في حاجة برا اللي انا في كانت وانا متشعلة على الحبل ده وخلاص يعني فقدت الامل خلاص وانا بتاعتي بتروح وعارف ان لو قاعت خلاص يعني افتكرت فلاش كده افتكرت بنتي ودايم بس يعني شوية طاقة زيادة كنت بحتاجهم ان انا لا اتساعد بتوصلي من مرحلة من التساعد ان ان تسيبي وخلاص في اللحظة دي وانت مش بتفكري قوي ان دي اريح حاجة خلاص او او يعني 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 برضو يعني مش راكلة كويس مش نايمة كويس ادرينالين عاد بدخ في جسمك بيقلوه ساعات مش في العقل الطبيعي اديتك طاقة كنت انت حاسس مش عادنا بعدها يعني بعدها بسنة من اللحظة دي بعد ما نجينا لحد السنة بعدها يعني انا وعمر لا يمكن اي حاجة في الدنيا ممكن تكون بتحصل يعني ثبات نفسي اللي هو يعني بكاذ انت عايشة حسن انت الحياة اللي عيش دلوقتي ده جيف اصلا فا 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 فكرها انا هنا اصلا كمية موجودة وانا كنا خير قليلا بالنسبة للناس الذين حوالين اللي الحياة جميلة قوي بص احنا مش عارف ايه مبسون با احنا عارفة تثبيت قوي حان كانت كتريم قوي فقعرت معنا فترة طويلة قوي طبعا في حاجات فضلت منها بس يعني الحياة بعد كده بتحتم على الإنسان ان هو برضو يدخل في مودز مختلفة وكده وكانت أهم حاجة عملناها ان احنا قررنا ان احنا مش هناخد قرار هنعمل موضوع ده تاني ولا لا لان كان علينا ضغوط شديدة جدا من كل الناس اللي حوالينا اصلا everybody loves a good story فالقاعد بيتفرج على القصة عاوز يشوف ايه ده طبعا عاوزهم بقا يرجعوا تاني ويعملوها بقى فده ده part tool logical ان هو حد يعملو كده فانا عاوز اشوف ده والناس متوقعة مننا ده لان احنا اللي اتنين نتحدى ونعمل ومعرفش ايه وكلام من ده كنا عاوزين لو احنا خدنا قرار ايه ان كان حنعملها تاني او ما نعملهاش تاني كنا عاوزين القرار ده يكون قرار نحنا لما احنا قررنا نعمل الموضوع ده في الاول ما كانش حد يعرف عنه اي حاجة فقدانا ناخد decision من غير اي pressure بس وانس ان احنا بقينا في الموضوع بقى في هل انا بعمل ده مجرد عشان الناس عاوزين انا نعمل ده او اكشلي بكوز افو دوت وعملناها الموضوع هيتشهر قوي او هتبع حاجة ما عرفش ايه او كلام من ده فقلنا لا we have to wait لحد ما ناخد ناخد decision من مكان مكان مزبوط جالك ptsd بعدها مجليش خالص لدرجة ان انا يعني احنا الاثنين مجل مش لدرجة ان احنا كنا فاكرين ان اكيد ان انا ptsd قلعا اللي هو في حاجة كبيرة قوي لدرجة ان انا دفنها مش واخد بالي او اللي هو عاية عارفها بس ادفنها عشان كده بس اكتشفت مع الوقت ان اكشلي لا يعني ادينت experience ptsd خالص علاقتي مع البحر اوكي ممكن اكشي علاقتي مع المحر تحسينت بعض the experience ممكن اركب مركب عادي مش اي مشكلة او انت تقولي مثلا فكرة ان انا مش عاوز اعمالها تاني بلا اسباب تانية بس انت قلتلي حاول مثلا تتخيل معاين انت تعمالها تاني لا اكشي ما عنديش اي palpitations مثلا او حاجة stress لا ممكن اشوف نفسي بعمل الموضوع تاني من غير ما بخايف لان برضو الموضوع اللي حصل لنا very rare what are the chances ان هو يحصل تاني ولو حصل تاني يعني at least i know how to deal with it بس بعدها كذا سنة بقى لما عملنا البودكاست اللي اسمه state of mind اللي هو عن التجربة نفسها كان خلاص الدكومنتري على نتفلكس نزل ومش عارف ايه فالناس عرفت القصة الى حد ما طبعا فيه جوانب كتير منها ما عارفناش نحكيها بس كنا عارزين نحن ناخد المواضيع معينة فكنا عارزين نتكلم مع experts في الـ spirituality في الـ psychology في حاجات كتير قوي نطلع حاجات معينة لانه قلنا اكيد فيه حاجة من التجربة الاكستريم دي ممكن نتعلمها احنا ونقدر نحن نقلها للناس من تجربة اكستريم قوي معظم من الناس مش هتعيشها بس ممكن منها ناخد حاجات في حد في حياته العادية واحد من الـ experts قالوا لنا ان فيه حاجة اسمها PTG اللي هو Post Traumatic Growth اللي هو فيه ناس معينة بس هم مش فاهمين ايه العناصر اللي موجودة في الناس دي او في الموقف نفسه لازم تكون موجودة بس فيه ساعات لما بيحصل حاجة تروماتيك فيه ناس مش بيحصل لها ترومة بيحصل لها growth سريع جدا وكبير قوي بيقدروا انهما سامها وياخدوا الـ experience دي وينقلوا لحاجة تحس شبه زي فيه ناس كتيرة بتطلع تتكلم عن الـ near death experiences او التجارب اللي بتحسسوا من هما خلاص يعني قريبين بالموت ويرجعوا بحاجة زي الـ awakening ممكن تبا كده فعلا يعني ممكن حد يمر التجربة ويحس ان هو خايف او يعاوز يبعد عن كل اي حاجة حطيته في الموقف ده وممكن تفتح حاجات تانية لو بدل ما تخوفك هتحسسك لهو الحمد الله الحياة دي حلوة الحياة بسيطة كل حاجة يعني احسس اللي هو انا يعني كل السنين اللي عشتها من اللحظة دي دي كلها اتسجفت يعني تكتب لك عمر جديد او كان ممكن انها خلاص يعني كان ممكن خلصت كده في مليون مرة عشنا التجربة دي كان ممكن 999 ألف مرة كانت كان الموضوع ده كان بيبقى اخر يوم لنا فبتري افكر بردو اللي هو اوكي طيب دلوقتي لو انا طالما انا عشت في الاكسبرينس ده هل هابعوز اعيش حياتي نفس الطريقة بالزبط زي لو كنت عشتها لو ده الاكسبرينس ده ما كانش حاصل ده كان سؤال مهم دايما بسأله لنفسي بتعرفت ان اجابة لا بس طب ده معناه ايه يعني ايه هغير ايه ولا مش هغير حاجة لان ممكن ما تغيريش حاجة ممكن تبقى حاجة كويسة في حاجات بردو في حاجات يعني فهما اوز دي فغيرت ايه وخليت ايه حاولت اخلي فكرة يعني احساسي بالمغامرة والاستكشاف والفضول والكلام ده كله كنت عاوزة اخلي الحاجات دي ومكنش عاوزة التجربة دي تأثر على ده ان انا بخايف من الحياة بشكل ما ان انا في حاجة اكون عاوزة اعملها قوي ما اعملهاش عشان انا خايف وان التجربة دي تكون خوفتني كده 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 انا عني معايير معينة للحاجة اللي انا بعملها في حاجات ممكن اقول مثلا مش هعمل حاجة غير لو انا شايف ان انا كنترول الريسك فاكتوري في طبعا حاجات متابعة بالتحكم بس بعضها ترين وبعضها جاءت نولدج وبعضها مش هارف ايه حدا ما اوصل لمرحلة ان انا حاسس اوكي انا دلوقتي ممكن اتأقلم مع الليفل الفريسك ده بس بعيد عن الريسك يعني يومياتك عامة في شخصيتك في تفكيرك في حاجات قلت لا خلاص انا مش هاهتم اوي بالحاجات دي او هبتدي او مهتم اكتر في الحاجات التانية غيارت فيك انت ايه بعيد عن اي حاجة ليه ده لان انت أعتقد أنه لدي سباة نفسي أكثر يمكن أن يكون أهدف هذه الأشياء تشعر أنه ليس مستهلة هناك أكثر من الأشياء تشعر بقيمة الحياة وقيمة الحياة في حاجات بسيطة يعني أنت تعيشي أسيبك من الراسكيو نفسها بس قبل كده كنا على ماركت 8-9 تيم بقيمة ما كانتش أحسن حاجة بس كنا عايشين وكان فيه تجربة في ساعات كنا طبعا متضايقين بس كنا مبسوطين بردو كده فهو أنا ممكن أتعايش الجبال بردو ديتني ده لحد ما فأنا عارف أن أنا ممكن أعيش بمبسوط بحاجات بسيطة قوي ده مش معناها أن أنا لازم أكون أجرد حياتي من كل حاجة بس معناها أن أنا حتى لو ما فيش حاجات كتير أنا عارف أن مدى ساعاتي مش مرتبط بالحاجات دي فأنا كده كده أصلا مش إنسان مادي قوي عمتا أو يعني مرتبط قوي في الحقيقة دي بالممتلكات أو الحاجات دي كلها بس وكماً مش حاسس توقيت كل حاجة كتشوية متزبطة يعني المركبة دي لو كتعدت وإنتوا لسه ما كانش حصل لك ولي حصل كانش هيبقى في مركبة تانية لمدة 3 أيام أنا دايماً أقول إن إحنا كن حظنا سيء جداً 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 لفترة طويلة وبعدين حظنا بقى كويس جداً يعني فهم أصلي إحنا يعني عشان ننجو كان لازم يحظنا كويس جداً بس ده كان بعد ما لتريلي كل حاجة كانت غلط إيه اللي ممكن تقوله للناس عمتاً اللي بتسمعنا أو بتتفرج دلوقتي من كل التجارب بتاعتك عمتاً إنت بجد خلاص عرفته وتأكدت منه عن مخ البني آدم أو قدرة البني آدم وعن الطبيعة متعالي يعني إن مهما إنسان كان عرف نفسه كويس لو إدى نفسه الفرصة فيه جواه إمكانيات وطاقات معينة حتى لو قدر إنه يحط نفسه في المناخ إنه يطلع الحاجات دي حيستغرب نفسه وإن معظم الناس بتختار في حياتها إن هي تعيش بسميها إنه فيه مثلاً فيه باند عالي قوي اللي هو انبساط شيء يعني أو حاجات حاجات سهلة وانبساط وجوي وكلام من ده وفيه حاجات صعبة قوي في الكلام ده عشان الناس خايفة قوي من الألم والحاجات الصعبة قوي فدايماً يبقى عاوزين يفضلوا في الحتة اللي في النص دي فبيقعد في دي وفي الحتة دي هو بيتهيئة له إن فيه حاجات بتحصل بس وقاك شو فيه حاجات بتحصل لإن أنت يعني أنت الأيام بتبقى شبه بعضها والحياة بتبقى شبه بعضها جداً وبتبتلي إنت تبهت على الشخص التاني إن كلكم بقيتوا ومش ويلي ان انتو تحطوا نفسكوا قوي وتاخدوا ريسكس قوي وكلام من ده فبقى الباندوث بتاع الحاجات اللي في الحياة اللي ممكن تحصل لتفاجئ الواحدة أو تبقى غريق بشوان أنها تبقى حاجات وحشة ممكن ما فيه فأنا بقفل نفسي على الحياة فببتدي إن أنا بتعلم أقل يعني من خلال بقى خبرة الحياة بيجي لي فرص أقل بكل الكلام ده لأن طبيعي جداً الإنسان الإنسان دايماً تساير بعقله يعني العقل ده أورجن في جسم الإنسان هدفها الرئيسي إنها تحميك إنها دايماً تخليك بعيدة عن الخطر فهي حاجة مهمة جداً بس ليه استخدامات معاينة في حاجات معاينة في الحياة استخدمها فيها وفي حاجات تانية لأ فلو أنا بتكلم مثلاً على إنها لازم أعمل بلانينج أو لازم أن أنا أعمل مثلاً في حاجة هعملها ولازم أعمل ريسك أساسم أنت أعرف إيه الحاجات في كل الحاجات اللي ممكن تحصل غلط ومعرفش إيه كده قعدة دا تلبست جداً تقول لك بقى كل حاجة غلط يبقى الليست بقى طويلة جداً ومش عارف إيه كلام منها بس لو أنا عندي حلم لو أنا عندي شغف معاين لو عندي حاجة معاين أعاوز أحققها يعني لو نسبت التاسك دي العقلي مستحيل أن أنا حوصل لأي حاجة يعني دايماً نقول أن العقل ممكن يوصلني للأج بتاع الكليف ممكن أحسب لهو عشان أوصل حتة دي حمشي خطوتين ثلاثة حوصل لأهين مش عارف إيه بس عمر ما هيخليني أن أنا نطب عشان كده ما بنقول لما حد بيعمل دي بيقول ما يسميها ليبوف فيث بتسيب العقل وبتخش بقى في لازم 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 أمسك في حاجة تانية إيه الحاجة تانية دي دي حاجة إنتانجو بالحاجة مش بتادي شو كده فهو أكشي الإنسان على مدار حياته لازم يمرن نفسه إنه هو يبتدي إنه هو يؤمن جداً باللي هو الحاجة اللي هي مش مش شايفها دي اللي أكبر مننا آه يعني دي بقى في ناس يعني حسب بقى الاعتقاد الشخصي ممكن يشوفها بطرق مختلفة بس في النهاية هو مش هيدر يعتمد على عقله هيدر يعتمد عن سميها مثلاً قلبه و هنسميها حاجة تانية لازم يكون في النهاية في النهاية خالص عنده إيمان بأنه هو كل حاجة هتقابة تمام إن شاء الله إن شاء الله بس يعني فممكن ساعة تقابة تمام ممكن ساعة ما تقابة تمام بس هو اختيار في النهاية يعني أنا كان لما كنت بقول إن أنا عاوز أعيش الحياة الناس اللي أنا كنت بقرأ عنهم والقصص اللي أنا كنت معجب جداً بيها أنا كنت عاوز أعيش الهيستوف هايز واللوستوف لوز لما كنت بقرأ القصص بتاعت الناس الموجوعة أوي بتاعدي في حاجات صعبة أوي بس كنت بحس إنه في بيوتي جاي من البين كمان ساعت و في نفس الوقت I want to experience this بس بقيت مؤمن جداً إن أنا عشان experience the highest of highs I have to experience the lows of lows It's a philosophy إن أنا أقدر إن أنا مقتنع إن أنا هعيش بس في النص وفوق بس أيو طب والطبيعة إيه اللي بجد تعلمتوا عن الطبيعة؟ الطبيعة يعني الطبيعة علمتني إن هو الإنسان أولاً ده هو المكان بتاعنا اللي إحنا كتير كلنا كتير مدينا ظهره ومش بنروحه الطبيعة موجودة وحتى مهما حدا ممكن يتحدى أي حد يقول لي لأ بس أنا عايش في حالة بعيدة مش عارف إيه وكده ممكن نخلق لأي حد طريقة إن هو يقدر يتكوناكت مع الطبيعة في نص ساعة يعني مهما أنا كنت حتى في وسط القاهرة في طبيعة مش بعيدة أوي ممكن ممكن نخلق الطبيعة دي جوايا برضو بطريقة تانية مثلا حلو ما أتكلم إنها بره لا فيه creative ways بس إحنا محتاجين ده إحنا دايما بنحس إن هي اللاكشري إن أنا لو عندي وقت حاخد مش عارف مثلا وقت أفصل شوية وعمل معرفش إيه وكده يعني الإنسان عقل الإنسان بقاله ألاف السنين ما تطورش هو نفس 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 بتاعة الإنسان هي لكن الديمانز بتاعة الحياة بتزيد من التكنولوجي الديمانز على وقت الإنسان للكميات السترس اللي إحنا عمرنا ممكن نتخيلها يعني الإنسان دايما إن فلايت أو فرايت مودي يعني ممكن من حاجات بسيطة قوية ممكن نحس نفس الإحساس إحساس التوتر شديد جدا مثلا متأخر على اجتماع أو فيه زحمة أو فيه حاجة شفتها أو معرفش إيه كده أو ممكن دي يكون حاجة سيمبل قوي بس أنا جسمي من جوه حاسس أكني فيه أسد بيجلي قرائعين فما ده نفس يعني في نفس الفير فزي ما إحنا كنا وقتنا الوقت زمان كنا مثلا بنعمل حاجات هايلي سترسفل ودينجرس إحنا مش رايفينها في حياتنا دلوقتي بس كبت قضي وقت كتير قوي من حياتك في كميونيتيز قريبة قوي من بعض في وقت عندك وقت فادي عندك وقت لنفسك عندك وقت تكونكتي مع الطبيعة اللي حواليكي وإحنا لسا عندنا نفس الاحتياجات كبشر بس احنا مش بنلبي الاحتياجات دي فعشان كده كلنا عندنا خلل الماء وعشان كده كلنا عندنا انجزايتي وعندنا سترس وعندنا كلام من دي نرجع له السورس فالطبيعة هي موجودة مستنينا إحنا بس محتاجين نروح لها يعني مستنينا ولما بتيجي هي بتعمل الفونكشن بتاعها يعني أنا بتريد الكبير بتاعي في مجال يعني بعيد جدا عن أي حاجة أعملنا دلوقتي بتريد في مجال الانباسمين بانكين والاستثمار ومعرفش إيه دلوقتي حاجة مختلفة دلوقتي بس في واحد وقت ما ولسه حد دلوقتي يعني فتحنا شركة بتاخد الناس صفارهم جوه مصر بره مصر في الطبيعة وكلام من ده شوفنا بجد يعني على مدار السنين وبعدنا مثلا 14 سنة بنعمل القصة دي لا يعني الناس حياتها بتتغير تماما إنها بتطلع الـ experiences دي بتفصلها عن الحياة النماطية اللي هم عايشينها بيشوفوا حاجة مختلفة في نفسهم هي كانت موجودة بس وما مش شايفينها متجاهلينها بتفتح لهم حاجة بعد كده حتى ممكن ما يسافروش تاني بالطريقة دي بس في حاجة كده clicked خلاص تلا ما شافوها وعرفوها مستحيل يرجعوا تاني يمثلوا إن هما مش عارفينها خلاص بتبقيت حطتي في حتة معاينة بدا انت شفتي حاجة في حجاب معاينة تشيل فخلاص ما ينفرش تي كانت بريتند انت ما شفتيش ده هتضطر يتيش حقيقتك بالنالج الحاجة اللي انت عرفها دي بتبقى حاجة بوزيتف جدا بس إحنا عندنا في حياتنا يعني مش بس عشر حاجات فيه ألف حاجة قدامي إن أنا ما حسش حاجة whether بقى أتفرج على نتليكس كل يوم بالليل whether إن أنا يعني في مليون ألف حاجة والحاجات دي كلها يعني كلنا بنعمل الحاجات دي بس بنعملها قد أي؟ وهل دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعملها ولا بنعمل حاجات تانية؟ أنا عدت في غير التحديات اللي احنا كلمت عليها عدت في تحديات شخصية كتيرة جدا صعبة يعني لما فقدت زوجتي لما فقدت إخواتي كل الكلام ده سهل عجب بالنسبة لي أن أرمي نفسي في الشوغل، أن أرمي نفسي في بتاعي، أن أصحوم طوال الوقت، لا يوجد وقت أن أفكر كل هذا. وهذا يمكن أن يكون جيداً لفترة. ولكن يوجد حاجة جواية ليست مضبطة، يجب أن في يوم من الأيام بسرعة على قد ما أقدر أرجع لها وأتعامل معها. لأنه لا يوجد موجودة. تشعر أن تصحصح روحك. بطلعها للوجه لأن فعلاً نحن عايشين في حياة دلوقتي كل شيء موجودة تنمينا. هروح أقعد أرغي أنسى، هقعد أتفرج أنسى، هقعد أسحل نفسي في شغلي ورا شغل ورا شغل ورا مشوار ورا مليون، أحسس نفسي بأن أنا وراي مليون حاجة، ولكن عندما ترمي نفسك في الطبيعة، أولاً أنت بتواجه نفسك، بتواجه عقلك ومخك، وتبتدي تشوف أنت نفسك قادر على إيه، هتستحمل إيه، هتفكر إزاي، ردود فعلك هتبقى عاملة إزاي، فالواحد يتعرف على نفسه ودي حاجة إحنا ما نعرفهاش. وبعد كده نروح للطبيعة ليس لأعمل مغامرة أو أعمل حاجة صعبة أو كده، مجرد ممكن نروح أستجم، بس هي فيها شفاء، مجرد أن أكون موجود، بسيطة مثلاً بروح البحر، أفضل مثلاً باصص على الأفق فترة طويلة، أو مثلاً بتفرج على خضار أو رايح الجبل أو الصحراء، كل حد عنده حاجة قريبة من قلبه أكتر أو حاجة أسهله في حياته، في المكان الذي أعيش فيه أنه يقدر أنه يصل لها، ولكن أريد أن أتكلم عن السايفتي، لأن هناك جيل بحاله دلوقتي حاب المغامرات، حاسس أنه قده أدود، في ناس كثيرة أعتقد أنه لا يوجد شيء ممكن تأثر فيها، ممكن يعمله حاجات، يعني شفنا على السنين اللي فاتوا، ناس بتعمل تحديات مرعبة، وفي منهم بينجحوا، في منهم ما بينجحوش، بس أفتكر أن دي حاجة كل واحد حر، بس لازم نتكلم في حتة مش هتعمل إيه، بس هتعملها إزاي، يعني أنت قلت ده خطيار، أنت واخد ريسك، حقك، حياتك حقك، خد ريسك، بس إزاي ندرس الموضوع على قد ما نقدر، كده كده هو ريسك، بس على الأقل أخد ريسك، وأنا درسة شوية أحسن من ما أعملها وخلاص، عشان حد أقل هتنفع، يعني في ناس ممكن تعترض على الجملة أنت قلتها، لا، مش حقك، أنت عندك بنت، أنت مثلا متجوز، أنت أهلك، أنت كذا كذا، لا، مش حقك أنت تعمل حاجات زي كده، ودي كانت أحد الحاجات التي كنت بتهاجم فيها كتير قوي زمانة، وممكن ثقافة المغامرة، والناس نعمل حاجات غريبة شوية، أو غير نماطية، كبر مع الوقت، فالموضوع بقى الناس شافيته، وبعين الناس شافت نجاحات معاينة بتحصل، يعني دايما، حتى في البيزنس مثلا، لما واحد بيعمل قرار غريب قوي، والناس تفكر أنه مجنون، ومعرفش شيء كده، لما بينجح الشخص ده، بيقول عليه جينيس، بس كان ممكن بنفس القرارات دي، وكان ممكن حاجة معاينة تضرب في الآخر، ويقسر كل فلوسه، فهيقول ده كان أصلا إنسان مستهتر، فدايما العبرة بالخواتم للأسف، فالناس بيبصوا على الحاجة، وبيحكموا على الشخص، وعلى القرار، وعلى كل حاجة، بالأوتكم اللي في الآخر، بس هو ده، يعني أن أنت تداري أن أنت تحكمي على حاجة، بس عمتا، بشوف كتير جدا، ممكن حاجات كتير قوي، أنا عملتها، تبان من برا، أنا أنا، زي ما كان حد بيقول لي زمان، أنا فاكر كويس قوي، أول مرة، طلعت برنامج كبير في التليفزيون، وكده كان قبل أفرست، كان برنامج في واحدة من الفضائيات، ومعرفش إيه وكلام من ده، كنت لسه مخلص البرنامج، وكدت وراء، مستني بس كده، مش عارب بيجيبوا لي سي دي، أو حاجة كده، اللي هو عليه التسجيل بتاع البرنامج، أو حاجة زي كده، فواحد من الناس اللي هي موجودة في البرنامج، كان ليه فقرة معينة في البرنامج، شيخ أكس، مش عاز أقول اسمي، فقعد بيتكلم معي، أنا لسه طلعت على التلفزيون، بقول أنا رايح أفرست، ومش عارف إيه وكلام من ده، فقعد بيقول لي، أنت بتعمل هذا حرام، وانت كده بترمي نفسك في التهلكة، ومش عارف إيه، ويحاولي خليني أراجع نفسي، ففي دايماً، ناس هتشوف الموضوع من بره، بشكل، بس أنت لوحدة، يعني، أخذت الموضوع ده كالخلاص حاجة أنت بتعمليها، فالرسك بيتغير تماماً، يعني، مثلاً أنا بطلع جبال، وبطلع جبال تلجية، وبعمل مش عارف إيه وكده، فأنا بالنسبة لي في المجال ده، في حاجات قليلة قوي، يتخليني أحس إيه ده غريب قوي، بس بالنسبة لي، مثلاً الناس اللي بتعمل بيس جومبنج دي، يعني، اللي هي ناس اللي بتطلع تنط، وبعين، برشوت في إيديها وبعا كده، تفتح مش عارف إيه، أي مرة كنت في بيرو، كنت طالع جبل، وأنا في حتة معينة قبلت واحد معادي في التريل، فعداً نتكلم كده، فأنا عاد بقوله، أنا طالع الجبل ده، وعمل مش عارف إيه، ومش عارف إيه، فأنا بقوله، يعني، عادي، فأنا بقوله، أنت هتاعمل إيه، في آخر الكلام، بقوله، أنت هتاعمل إيه، أنا رايحة أتاعمل ده، لا، بالنسبة لي، اللي هو بيعمله ده، إنسان، ممكن ناس تقول حرام، وكده كده في ناس هتاعمل، اللي هي عاستعملهم، يعني، قلوا، 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 فطالما هو كده كده هيعملها، ننصحه، أحسن طريقة تجاهز نفسك إيه، يعني، يعني، زي ما تكون ربي عاية، لو كده كده هيقع، وكده كده هيعمل، يعني، فعلاقل، أهله بكل المعلومات، وفي ساعتها، لما يجي يعملها، يبقى عنده كل المعلومات اللي عندها، يعني، أنا بأمن بالثقافة دي، يعني، تشيلي كل السيناريوهات الوردية اللي ممكن تحصل في التجربة نفسها، اللي هو، إن مثلا في تجربة الأوشن، إن إحنا هنعدي، واللقطة بتاعت، إن إحنا هنوصل للناحية التانية من المحيط، وحنفتح الفليرز، وكده، وحيبقى في بقى حد، هياخد لك الشوت وانتي مش عارف إيه، بس، لما بتجهزي، لازم تتخيلي، أسوأ حاجة ممكن تحصل، إن إحنا، عشان كده أنا وعمر كان عندنا لعبة، بنسميها دوات إف جيم، بنقعد كده إحنا اللي التين كده، ونقول، واتف إن انت تكسرت، واتف إن حصل كذا، واتف إن واحد فينا مش عارف إيه وكلام من ده، وبنقعد إن إحنا، وفي طبعا، في ألافات الحاجات ممكن تحصل، من كده مش هنحصرها كلها، بس، بس، مش بس، بانك كبير جدا، من الأفكار الحاجات اللي هنممكن نتصرف إزاي، بس، بس، بتقولي حاجة مهمة قوي على الشخص اللي قدامي، هو بيفكر إزاي، الفاليوز بتاعته فين، كل الكلام ده، لو تحطينا في الموقف ده، هل هو ده الشخص اللي أنا هكونا عاوزه يكون معايا، في التجربة دي، ولا لا، فساعات كتيرة قوي في حماسة، يعني ردا على سؤالك، في حماسة الموضوع وكده، بس، فلو الموضوع ده مشي حلوة قوي، والنجاحات اللي هتطلع منه، ممكن أحس قوي مثلا، لو أنت هنعمل حاجة مع بعض، وأنا حاس إن فيه تكتين تلاتة في البرسنالي بتاعتك، مش هتمشي معايا، بس في حماسة الموضوع، مش مشكلة، إن شاء الله هتابع تمام، وده هي دي اللي تعمل المشكلة، فالأدفايز بتاعي هو أنت، لازم تبصي في الحاجة أنت تعمليها بشكل تشاقومي جدا، وتبتدي إن أنت تحطي سيناريوز وحلول لكل الحاجات دي، وتبقي رادي إن أنت ممكن تقولي، ممكن تقولي، أو البرتنشف ما بيننا مش هتنفع، إحنا البرسناليتي بساعدنا مش ركبة على بعض، أو حاجات زي كده، لكن كتير قوي من فوكس بس على البوزيط، البوزيط، تفوكس عنه بعد أن تخذي الديسجن، يعني في مثل مهم، في حياتي أنا دائماً بكلم فيه، إن أنا و أنا على أفريست، فور اكزامبل، نحن كنا على الجبل مثلاً 60 يوم، 50 إلى 60 يوم، في الأسبوع السابع كنا نبتلين نتاجه إلى البرتنشف، وفيه واحد حدثة ومية على الجبل، ما كانش في التيم بتاعنا، بس إحنا كنا أول ناس نشوفه، فاطلنا ناخد ديسجن، إحنا عارفين قبل ما نطلع على الجبل إن فيه ناس تموتوا على أفريست، فما ينفعش مثلاً إن حد يحصلوا كده على أفريست، فما ينفعش مثلاً إن حد يحصلوا كده على أفريست، وبعين فجأة قال له هو، لا أنا مش هكمل، لو حصل كده، يبقى البربريشن متاعي كان أي كلام، لأن أنا عارف إن ده بيحصل، لازم أحط قدامي سيناريو حقيقي إن ممكن ده يحصل، وممكن يحصل حد في التيم معي ومش عارف إيه، وبتالي أتكلم أنا هتعامل مع المواقف ده إزاي، فلما أنا تحطيت في المواقف ده، أنا بشر فبالتالي أنا شايف واحد لسه حصل له كده، وأنا اللي بتعامل مع المواقف، وبكلم على الوكي توكي، بكلم التيم متاعه، أنا لازم يجي ومكاننا فلاني، أنا برتعش، أنا شايف حاجة، بس دوقتي لازم أخد ديسجن، أنا أخد ديسجن، أنا هكمل، ولا مثلا اليوم ده، ولا هرجع اليومنا مثلا، وبعدين هفكر، بس لازم أخد ديسجن في وقتها، هنا لازم أعمل فاصل ما بين، أنا دلوقتي، مش بياخد قرار، إن الحاجة اللي حصلت، حاجة كانت في الليست الف تيكز اللي ممكن تحصل، وأنا أخد ديسجن، إن أنا أعمل الإكسبيديشن ده، نوينج الدينجرز دي، ووينج إن أنا أكمل، ديسجن، لكن لو أنا تجهلت الدينجرز دي، وفكرت بس بشكل وردي جدا، وفجأة عملت مع مواقف كده، حصل أكيد، إيه ده، مش عارف كده، فأكيد، مش بقول إن هو لازم أكد تكونتيني، أنا في الحالة دي، بس ممكن برضو أخد قرار، وكان يبقى قرار صح برضو، إن أنا خلاص، أنا قررت إن أنا مش هكمل، وكده، مش عارف إيه، بس، خليني أخدها بره بموضوع الجبال، والأدفنشور، عشان بعيد شوية، علينا كتير، وعلى ناس كتير، لو أنا مثلا، رائد أعمال، مثلا، فتحت الشركة، ماشي، فعندي أمال إن أنا الشركة دي هتعمل فلوس، وحطي كبر، وحجيب فندنج، ومش عارف إيه، والتيم متاعي يطلع إن فيه مشاكل، ومش عارت إيه كلام من ده، وتجهلت الكلام ده كله، لما أقف عند أول مشكلة حاجة بيخة، بس لو أنا داخل أصلا، الإكسبرينس ده، عندي كل الأمل والأحمال والمتموح دي، كلها موجودة، بس أنا خدت الدسيجن، نوينج الحاجات دي، عشان بعرف كل، بحس بردو الناس اللي بتعيش في الطبيعة كتير، بتتقمص حاجة أنا بحبها قوي في شخصيتهم، بتركزوا أقل أو ما بتركزوش خالص في إيه، أو مين سبب المشكلة، أو مين اللي عمل كده، أو إزاي حصل كده، أو إزاي يحصل كده، وبتركزوا في الحل إيه، ودي حاجة بتاخدوها معاكم في الحياة اليومية، اللي هو مش هنقض بقى نخور، وإزاي، وإيه، ومين أنت قلت، ومين عمل، وإنت نسيت، وأنا قلت لك مئة مرة، لأ إحنا اللي هو، ده الواقع، مئة مئة زي الدوشة، بس يعني، وممكن لقي نفسي، يعني بقع في التراب، اللي أنت بتتكلمي عليه ده، بس عندي، 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 من المشكلة، ممكن ترجعني تاني، يعني، يعني، طبيعي جدا أن أنت، طالما تعلمتي درس، مش معنى كده، أنت عمرك، ممكن إيه نفسك، بس هتترجع نفسك تالي، وترجعي نفسك، طب، في مغامرة جديدة بتخطط لها؟ لا، ما فيش مغامرة دلوقتي، بمعنى المغامرة، بس أنا، بالنسبالي، يعني، التحدي اللي هو لنا عيشه دلوقتي، هو أن أنا، أكتب كتابي، يعني، بقالي، سنين طويلة، بحلة من أن أكتب كتاب، أكتشفت أن أكشفت كل التجارب اللي أنا أشتادي، اللي هي الجبال، والحاجات دي كلها، يعني دي زي ما تكون، كانت الكنفس اللي حياتي عليها، ولكن ما هيش دي، البوينت، أنا كنت، عاوز أطلع أفرست، وقتها وأنا مثلاً في العشرينيات، عاوز أطلع أفرست، بالنسبالي هو ده، هو ده، إن أنا عاوز أعمل الموضوع ده، وبعين عاوز أقوم بعمل السابعة، وبعين عاوز كذا، لما حصل ده، لقيت إن أكشلي، ما كانش ده، رسالتي، هي الحاجات دي كلها، حاجات أنا مريت بها، عشان أكتسب حاجات معينة، وعرف حاجات معينة عن نفسي، هتجهزني للحظة دي، اللي هي كانت أصعب لحظة مريت بها في حياتي، ورسالتي في الحياة، مش إن أنا أينكورج ناس إن هي تعمل أدبانشورز، مش عارف إيه، ديفينتلي أنا عاوز يكون فيه رسالة إن أنا، إن كل واحد لازم يمشي وراء قلبه الحاجة اللي هو عاوزها، وغض النظر، الناس بتشوفها إزاي أو كلام من ده، بس لقيت إن أنا، لما مريت في ده، ابتديت أشوف، ناس أكتر، بتمر بحاجات صعبة، وشبيهة، وناس أكتر بتفقد، وبتخسر ناس مهمة في حياتها، وأنا طول عمري إنسان مؤمن جداً بأهمية سرد القصة، وإن كل واحد هي قصة حياته، وإن إحنا نتكلم أكتر عن قصة حياتنا، إن إحنا كل قصة حياتنا شبه بعض، حتى أنا حياتي ممكن تبان إن هي، ممكن تتحط في أكشن فيلم مثلاً إن هي مش عارف إيه وكده، بس هي في النهاية، النهاية هي قصة بسيطة، ليه أنا عملت كل الحاجات اللي هي الغريبة دي مش عارف إيه وكده، المفاتيح بتاعتها موجودة في طفولتي، والحاجات اللي حصلت لي في طفولتي، حصلت لناس تانية في طفولتها، بس هم تترجمت في حياتهم في حاجة تانية خالص، بس هي مفاتيحها كلها زي بعض، وأنا لما خسرت حاجة في حياتي، تصرفت إزاي؟ لأن أنا انقصرت وتدمرت وبتاعه كده، بس بنيت نفسي تاني، فحسن رسالتي في الحياة هي إن أنا، من خلال القصص دي، اللي هي ممكن القصص دي بتشد الانتباه، إن أنا حاول إن أنا أوصل رسالة إن الحياة بتكامل، والإنسان ممكن يكون فاكي إن الحياة خلاص انتهت، ومش هتكمل، بس حتى في وسط الضلمة، في لسه نور، ساعات دي بقى ضعيف جدا، واحد مش شايفه، بس ممكن إنه يلاقيه، ويمشي وراء الحد ما يوصل، زي البقرة كده، لحد ما يوصل للناحية التانية، يومي بيبدأ قبل الصبح، ما ينفعش الوقت يسبقني، أهم حاجة، السرعة، بحتاج اللي يلحقني، في دقائق، ويجي في وقته، عشان بطل العالم لقب ما بيجيش في يوم وليلة، بختار اللي يساعدني أحافظ عليه، أنا اخترت بريد فست، بريد فست، سوبر ماركت في جيبك، ترجمة نانسي قدوموا على صحت العالم بينما، فيا حاجة الانسي قدوموا على صحتكتنا لوحواتك، اشتركوا في القناة